اشتركوا في القناة في الظاهرة نضع تحت الضوء قطاع الصحة بولاية بومرداس في عدد اليوم ايضا نبحث اهمية توظيف مخراجات البحث العلمي في حماية الطروة الحيوانية الوطنية في الملف الاقتصادي نناقش اهمية التنوع الاقتصادي في تحقيق النهبة الاقتصادية في ظل المنظومة القانونية المعززة والمشجعة للحركية الاستثمارية في الجزائر هذه الملفات وملفات اخرى بالاضافة الى مواعيد اخبارية على رأس كل ساعة اجدد الترحيب بكم اذا مشاهدين الكرام في رحادي هذا الفضاء الاخباري والعدد الجديد من الظاهرة الظاهرة الفضاء الاخباري الذي ينطلق الان ويمتد الى تمام الخامس مساء بتوقيت الجزائر المستهل اذا مشاهدين الكرام بالتطور النوعي الحاصل في قطاع الصحة بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة وايضا حرصها على تدعيم المنظومة الصحية بامكانية وتجهيزات نوعية ولمتابعة هذا الملف سعدوا بسببكم جميعا ان يكون ضيفي في هذه الفقرة الاخبارية السيد سعيد عباس مدير الصحة والسكان لولاية بومرداز سيدي مساء الخير واهلا بك في هذا الفضاء الاخباري مساء الخير سعيد وجودي معكم وشكرا على الاستضافة شكرا جزيلا بداية استاذ سعيد وكسؤال نؤسس عليه النقاش من المهم جدا ان نبحث او نضع قراءة وحتى نضع المشاهد ايضا في الصورة حول حجم التطور الكبير الحاصل في قطاع الصحة على المستوى الوطني قبل ان نأخذ ولاية بومرداز كالمراج طبعا القطاع الصحي على مستوى الوطن عرف ديناميكية جديدة طبعا من خلال مجهودات المبذولة من طرف الدولة وهذا السيما في إنشاء وإنجاز مختلف المؤسسات الصحية وربما أفضل دليل هو يعني الوضع في الخدمة للمؤسسات اللي شهدنا مؤخرا عن طريق تدشين مؤسسات صحية سواء على مستوى المؤسسات الاستشفية والمؤسسات الصحية وطبعا هذا خدمة للمواطن وخدمة للمريض بصفة عامة يعني وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن بصفة عامة جيد الآن من المهم جدا أيضا الإشارة إلى مجلس إيهمة جدا هو أن الاستراتيجية الوطنية في تطوير كطاع الصحة في البلاد تعتمد على محاورة ثلاث أولا الاشتغال على تعزيز المنظومة الصحية بهياكل جديدة وأيضا تعزيزها بتجهيزات نوعية جديدة وأيضا الاشتغال على تطوير المورد البشري والكوادر الطبية من ناحية العملية كيف سيد المليا؟ طبعا إذا تكلمنا على ولاية بومدس فولاية بومدسة أقول أنها عرفت هناك استراتيجية من طرف الدولة لتطوير القطاع على مستوى هذه الولاية وتحت شراف طبعا السلطات المعالية وعلى نصي سيد الولي وأقول أن خلال السنوات القليلة الماضية هناك قفزة نوعية في هذا المجال حيث شهدت ولاية بومدسة استثمار كبير في هذا المجال سواء تعلق بالاستثمار بالدولة الذي هو في القطاع العام إلى جانب طبعا القطاع الخاص لكننا اللي همنا أكثر هو القطاع العام فهذا الشأن فقط نتكلم أن ولاية بومدسة استفادت هي الآن هناك المستشفى بسعة 240 سمية اللي عرف هو تيرنت إنجاز متقدمة جدا واللي إن شاء الله نشوفه في أخير بوقت يعني في يوضع في حيز الخدمة وهذا يعني كان أمل تعمل المواطنين وتع السكنة وليت بومدسة اللي كانت تسعة وكذلك تتمنى أن ترى هذا المستشفى يوضع في الخدمة لرفع الضغط طبعا عن المؤسسات الموجودة الثلاثة الموجودة في الولايات أضيف إلى ذلك طبعا هناك مستشفى كذلك اللي موجودة على مستوى ضائط بودواب لكذلك عرف انطلاقة جديدة وهذا طبعا من خلال يعني الزيارة التفقدية التي قام بها سيد معالي وزير الصحة للولاية وكانت فقد يعني المشاريع الموجودة على مستوى الولاية وكانت أعطى تعليمات في هذا الإطار للإسراع يعني في نهاية إشغال هذه المؤسسات وهذه المؤسسات اللي هي كانت أصلا مؤسسة استشفائية مختصة في الأمراض العقلية وهذا بقرام سيد يعني وزير الصحة طبعا يعني بتشاور مع سيد والي الولاية تم تحويل هذه المؤسسات إلى مستشفى عام وهو يعني فعل خير على المواطنين وعلى السكان هذا المنطقة كذلك هذا المستشفى اللي هو كذلك نقول نسعى إلى أن يكون يعني ويوضع في الخدمة في الأشعار القادمة القليلة جدا نقول يعني في أقهم بوقت أيضا أضيف إلى ذلك يعني هناك توزيع يعادة توزيع واستراتيجية كاملة على مستوى الولاية في مخص المؤسسات الاستشفائية أقول أقول أن مثلا الجهة الغربية للولاية وأخص بالذكر مثلا ضائرة خميس الخشنة التي كانت في الأصل هناك مستشفى ستين سريع ونظرا للكتافة السكانية تقريبا أكثر من خمسين في المئة من سكان الولاية هي يعني متركز على موجود على مستوى هذا المنطقة إذن هناك مستشفى 120 سرير أضيف إلى الجهة الشنقية كذلك هناك مستشفى كذلك بسعة ستين سرير هناك مستشفى هناك مصلحة يعني أقول مصلحة لكن هي بحجم مستشفى ستين سرير مصلحة الأممة والطفولة على مستوى برج من أين المستشفى برج من أين أضيف طبعا إلى هناك الوحدات الخفيفة ووحدات الخفيفة معناها العيادات متعددة الخدمات ومنتشرة عبر إقليم الولاية سواء شنقا أو غربا في ولاية بومرداز جيد في هذه الجزئية بالتحديد وتعرف سيد المدير أن هناك توجيهات من السلطات العليا في البلاد من أجل تقريب مؤسسات الاستشفائية الجوارية إلى المواطن إلى الحد الأقصى وهنا أسأل عن التوزيع الجغرافي للمؤسسات الاستشفائية الجوارية على مستوى ولاية بومرداز هذا من خلال المنظوم هذا أنا قلت أنه من خلال زيارة سيد وزير الصحة لولاية بومرداز قلت وبالتشاور مع سيد الولي طبعا وبتقديم المعلومات الوافية في هذا الإطار قلت أن هناك إعادة توزيع الخارطة الصحية في الولاية وعندما أقول توزيع خارطة الصحية للولاية معناها تقريب الخدمة العمومية من المواطن حتى في المناطق النائية والبعيدة من مقر الولاية في هذا الإطار طبعا تم التوزيع وأقول أن مثلا على مستوى ولاية بومرداز الآن قاعات العلاج نجدها حتى يعني في المناطق النائية والبعيدة جدا جدا من مقر الولاية لكن هناك خدمة صحية تقدم للمواطن على مستوى هذه المناطق كذلك بالنسبة للعيادات المتعددة للخدمات حتى يعني التسجيل وإنجاز هذه العيادات هناك دراسة مسبقة طبعا لتضاريس وخارطة الولاية ويتم يعني التسجيل وإنجاز هذه العيادات على هذا الأساس إذن أنا أقول يعني من هذا المنبر أن في ولاية البومرداز يعني هناك يعني هناك دراسة دقيقة وهناك يعني منظور عقلاني لتوزيع للمؤسسات عبر الولاية وإن شاء الله أن هذه تغطي كامل يعني المناطق الولاية بدون استثناء وتغطي 32 بلدية وتسعة الضوء الموجودة عبر إقليم الولاية جيد هل ممكن بالمناسبة سيد المدير فكرة حول طبيعة الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المؤسسات الاستشفائية الجوارية وأيضا طبيعة التجهيزات التي تملكها هذه المؤسسات والله أنا نقول بومدس هي قريبة من الجزائر العاصمة بقوم الجزائر العاصمة هذا يخلينا أننا يعني محكم علينا أن مستوى يعني ننفع من مستوى الخدمات إلى يعني إلى حد أقصى وإلى مستوى مقبول وفي هذا في هذا الشأن كذلك نحن نقول ونشكر يعني حتى القائمين على مستوى وزارة صحة من سيد الوزير إلى سيد المبارد البشرية الذي هو كذلك يعني وقف حتى يعني من ناحية المبارد البشرية الحمد لله الآن هناك يعني عدد معتبر جدا ونك تدعيم فيما يخص الأخصائيين وبدون ما ننسى طبعا الطواقم الأخرى الطبية سواء الطبيب الطبيب العامل الذي هو يعتبر نركز الأساسية في المنظومة الصحية لكن هذا يخلينا أن نقول يعني بوجود العامل البشري أن يعني الخدمات تكون متنوعة أو تكون رافعة المستوى ونحن نسعى لذلك ونعمل في في نفس الإطار أضيف إلى ذلك فيما يخص التجهيزات نقول أن الدولة رصدت أقول غليفة مالية يعني لباس بها وهذا يسمح يعني يعني بتدعيم وتجديد بعض العتاد الطبي وكذلك اقتناء بعض العتاد الموجود وخير الدليل على ذلك أنا أقول في مقصد مستشفى 240 سنوات حيث نصد مبلغ يعني معتبرا جدا لإقتناء لإقتناء العتاد العتاد الذي يكون يعني من آخر طراز الدينيان جينيرانسيون ولا تسمح لي نتكلم حتى مع ليش نقول في فرنسية تجهيزات يعني حديثة وليكون في مستوى تطلعات المواطن والمريض بسببتين عامة جيد الحديث عن تجهيزات جديدة هذا يقودنا أيضا ويحلونا للحديث عن قضية التحكم في استخدام هذه التجهيزات الجديدة ومنه نسأل عن قضية تكوين المورد البشري في استخدام هذه التجهيزات الجديدة إلى أي حد هناك أيضا اشتغال على هذا المقصد نحن في هذا الشأن نقول أن إقتناء التجهيزات إقتناء التجهيزات لابد أن يكون يعني من فوق بالعامل البشري لابد أن يكون المشغل هو موجود كذلك وهذا ما يطرعش إشكال على الأقل على مستوى وليت بومداس أضيف إلى ذلك حتى على مستوى الوزارة والسلطات يعني الوصية هي تسعى وتعطي تعليمات في هذا الإطار للصهر على الصيانة لأن لب الموضوع هو يبقى في الصيانة إذا كان نقتني تجهيز وبعد فطرة يتعطل ويبقى يعني غير مشتغل الآن ما أدناش المهمة المنوطة بنا الآن العمل اللي هو مطلوب منه هو اقتناء هذه التجهيزات مع العمل البشرين اللي يكون يشغلوا مع الحفاظ عليه طبعا وهذا الحفاظ هو في الصيانة والصيانة لابد أن يعني أن نعمل في إطار توظيف يكون توظيف يعني تقنيين في هذا المجال اللي يصهموا على حسن تسيير هذه الأجهزة مع طبعا هناك يعني الاحتياطات التي توقف فيها الاحتياطات فيما يخص الكهرباء وهذه أمور يعني تقنية هي من يعني من اختصاص التقنيين اللي متواجدين على مستوى المؤسسات الصحية جيد الآن أستاذ ما هي الاختصاصات الجراحية غالبا التي تشتهر بها المؤسسات الاستشفائية لولد بوماردس مضاهي هنا نقول فقط نقول وليت بوماردس لها الحظ وحظ كبير لا سيما بعد إصدار القرار سيد وزير مؤخرا عن طريق مديرية العامة للمصالح الصحية واللي أعطات يعني تقنيبا 15 اختصاص للمستشفى الجديد هذا طبعا هناك كان هناك اختصاصات اللي مش موجودة على مستوى بوماردس والسلطات الوصية أقول وزارة الصحة أخذت بعين الاعتبار هذا الجانب وقامت بتدعيم هذه الاختصاصات هناك تقريبا 15 اختصاص ونحن طبعا موجودين على طريق الصيار تقريبا عندنا أكثر من 50 أكثر من 70 كيلومتر يعني طريق الصيار اللي موجود يعني يغطي ولاية بومدس نقول أكثر إذن احنا خاصة فيما يخص يعني نقول الطب يعني الورطوبيدي ديون ماليانجينال واسم الجنحة العظام هذا يعني يشهد هناك احتياج يعني كبير على مستوى واللي هو طبعا الآن موجود على مستوى ثلث مؤسسات واللي رايح يدعم أكيد على مستوى المؤسسات 20 40 سنوات كذلك بمصلحة ذات سعى معتبرة ولا نقول كذلك فيما يخص الاختصاص النور الشيريجي هذا كذلك يعني كان اختصاص من فقود حتى في هذا الاختصاص أحرستم تقدم أنا معروف أنه محرص جدا الآن هو اختصاص موجود يعني تم يعني الوضع على مستوى المستشفى 20 40 سنين إن شاء الله يعني بمجرد وضع في الخدمة المؤسسة سيكون جاهز المصلحة واللي هي يعني كانت غير موجودة على مستوى بمدرس كذلك هناك اختصاص كذلك فيما يخص الحروق كذلك هذا اختصاص أخذ بعن الاعتبار من طرف وزارة الصحة وسيكون على مستوى 20 40 أما الآن إذا كان تكلم على موجود على مستوى المؤسسات الثلاثة طبعا هناك المؤسسات الاختصاص الأساسية جيرحة الأطفال جيرحة العامة طب النساء بصفتين عامة احنا نأكد أن حتى لتعليمات الوزارة التي تسعى من أجل التخفيف ومن أجل يعني الإيجاد حل لتحويل المرضى الآن نسعى إلى الأخذ والتكفل بمرضانا على مستوى الولاي بصفة نختم هذه الفقرة الأولى بمعطيات الإيجابية والمبشرة الأستاذ محمد أو سعيد عباس لنواصل بعد مجز الأنباء مشاهدين الكرام الساعة تشير إلى تمام الثالثة مساء بتوقيت الجزائر مجز لأهم الأنباء مجز إخباري من التلفزيون الجزائري أهلا بكم بداية وفي طار متابعته الدقيقة والمستمرة لأوضاع جاليتنا في السودان وفور تدهور الأوضاع الأمنية المؤسفة في هذا البلد الشقيق أعطى رئيس والجمهوري أمرا بإجلاء أعضاء جاليتنا الراغبين في العودة في ظروف جيدة حرصا منهم أو حرصا منه على أمنهم وسلامتهم كما أمر السيد الرئيس بأن تشمل عملية الإجلاء والمساعدة كل رعاية الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك في مقدمتهم أشقاؤنا الفلسطينيون المقيمون في السودان حيث مست العملية 13 فلسطينيا و22 مواطنا سوريا وبمطار الجزائر الدولي وصلت مساء أمس الطائرة التابعة للقوات الجوية الجزائرية تقل أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان وكذا تقموا صفارة الجزائر بالخرطوم في عملية الإجلاء الأولى التي شملت 94 من أفراد جاليتنا الذين شادوا بدور رئيس الجمهورية وحرصه على تأمين عودتهم السريعة إلى ذويهم المتابعة مع أحمد خير الدين ها هي الطائرة التابعة لقواتنا الجوية تحط على أرضية مطار هورب مدينة الدولي وعلى متن 94 من أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بالسودان وطاقم الصفارة بالخرطوم تم إجلاؤهم تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية ثاني دولة التي أجلت جاليتها من السودان وهذا بفضل جهود ومثابرة السفارة السفارتنا في السودان والتي قامت بدور كبير ودور بطولي والشكر لهم حتى وصلونا للبلد ولأن القول دائما مقرون بالفعل كانت الجزائر من بين الدول السباقة في إجلاء مواطنيها المقيمين بالسودان وذلك حرصا على سلامتهم وأمنهم بالإضافة إلى عدد من مواطني الدول الصديقة والشقيقة كما عيدنا سيد رئيس جمهوريا يحرص كل الحرص بتكفل بمواطنيه حيثما كانوا وحيثما وجدوا كان من طبيعي أن يتدخل وفورا ودائما نحن كنا من الأوائل الذين نقوم بإجلاء رعايا الرعية الحمد لله مهما كانت الصعوبات هناك اليوم الحمد لله هم لحقوا سالمين لحقوا ربما كاننا فيها عناءة على السفر من خرطوم إلى بورسودون إلى جدة إلى هنا لسعات عديدة إنما الحمد لله لحقوا وذويهم ينتظروا فيهم أكمشتوا السعادة يعني تغمرهم ربما كانوا في ظروف صعبة كانوا يعني كان كل شيء ممكن الحمد لله قمنا بعمل الأيوما رهم لحقوا رهم متواجدين لهنا مهما كان صعبات نقولوا الحمد لله وهذا ما آلفناه لدى السيد الرئيس الجمهورية عملية الإجلاء هذه تعكس مدى حرس السلطات العليا في البلاد على سلامة المواطنين أينما كانوا وتوثق أيضا عرى الصداقة والأخوة بين الجزائر والدول الصديقة والشقيقة في التعاون وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية مالي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية استقبل اليوم وزير وشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من قبل رئيس المجلس التشريعي الانتقالي العقيد مالك دياو المحادثات تمحورت حول العلاقات الثنائية وفاق تعزيزها لا سيما في المجال البرلماني عبر تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية وتكثيف تبادلات والزيارات بين المؤسستين التشريعيتين على مختلف المستويات للمساهمة كرافد هام في استكشاف وتحقيق الآفاق الواعدة للعلاقات الجزائرية المالكة كما تبحت عطاف مع نظيره المالي عبدو ولاي ديوب لتتوسع بعدها المحادثات لتشمل وفدي البلدين حيث تنولت سبول تعزيز علاقات التعاون الثنائية إلى جانب آفاق تجاوز العقبات التي تعترض حاليا جهود استكمال مصار السلم والمصالحة في مالي وبالمناسبة جدد عطاف تضامن الجزائر ودعمها المتواصل لجمهورية مالي في سبيل تحقيق أولويات المرحلة الانتقالية وتجسيد الاستحقاقات الوطنية التي من شانها أن تفضي إلى عودة البلاد إلى الوضع الدستوري وفي إطار الزيارة التي قادته إلى الجمهورية الإسلامية الموريطانية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية استقبل أمس وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من قبل الرئيس الموريطاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبالمناسبة سلم أحمد عطاف للرئيس الموريطاني رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون ونقل إليه تحياته الحارة وعزمه على مواصلة العمل معا لتجسيد طموحها المشترك أو طموحهم المشترك في الرقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المراتب المتاحة في التعاون دائما استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراز حسن قدور الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام الطرفان بحث سبول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالة الغاز والمناجم والمنتجات النفطية بالإضافة إلى نقل وتوزيع الكهرباء في سياق الجهود المتواصلة المبدولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من التاسع عشر إلى الخامس والعشرين أفريل الحالي العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقضى والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل الترابي الوطني في إطار عمليات مكافحة الإرهاب وقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببسكرا وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحتيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية عشرين تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال أربعة قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط خمسة ألاف ومائتين وستة واربعين قرص مهلوسة وبكل من تمنراست وبرجبج مختار وإنجزام وتندوف أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مائتا وتسعة وعشرين شخصا وضبطت سبعة عشر مركبة وخمسة وثلاثين مولدا كهربائيا وخمسة أجهزة كشف عن المعادن بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهزة أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهاب في حين تم توقيف تسعة أشخاص آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقيتين صيد واربعة فاصلة خمسة قناة قنطار من مادة التبع وكميات كبيرة من المواد الغذائية المواجهة للتهريب والمضاربة تقدر بتسعة وثمانين طن وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني كما أحبط حرس الحدود بتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر خمسة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وتسعين لترا بكل من انقزام والوادي وتبسة والطارف وسجهراس من جهة أخرى أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحل الوطنية وأنقذوا مائة وتسعة وثمانين شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف مائتين وثلاثة مهاجرين بطرق غير بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة عبر التراب ذاكرة تاريخية وإحيان للذكرى الخامسة والستين لتأسيس الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني كرمت اليوم جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد في منتدى ذاكرة الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني ممثلة في عضوها الفنان المجاهد ذي إبراهيم وذلك بحضور أساتذة وباحثين في مجال الفن والثقافة في الرياضة يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم للنشئين أقل من 17 عاما تدريباته ضمن معسكره لعددي لكاس أمم أفريقيا المقررة بالجزائر وستر الطاقم الفني بقيادة المدرب رسقي رمان برنامج مكثف بداية من أمس لإنهاء التحضيرات بطريقة مثالية قبل انطلاق الحدث القرية هذا وكذا الموقع الرسمي للفاف أن لعبي الخضر سيكونون على موعد مع منطقة مختلطة مع وسائل الإعلام مساء اليوم كما سيعقد المدرب الوطني ندوة صحفية صباح يوم الجمعة المقبل فيما ستكون تدريبات المسائية مفتوحة أمام الصحافة بهذا نصل إلى ختام الموجاز السلام عليكم لازلنا لازلنا معكم مشاهدين الكرام في استعراض ملفات هذا الفضاء الإخبري ولازلنا أيضا في مناقشة الملف المتعلق بالتطور الكبير الحاصل في المنظومة الصحية الوطنية أعود إليكم وأعود أيضا لضيف الأستاذ سعيد أعباس مدير الصحة والسكال وليتي بومردس سيدي أجدد الترحيب بكم كما نجدد النقاش حول جملة التطورات الحاصلة في قطاع الصحة بوليتي بومردس وتوقفنا عند جزئية هم جدا سيده قضية التكوين وبالمناسبة نحن نعرف أن ولاية بومردس تعززت هذه السنة وهذا الموسم بملحقة جديدة لكلية الطب بالولاية إلى أي حد هذا الإنجاز يساهم في تعزيز هذا التطور الحاصل في قطاع الصحة بالولاية إذن أنا كنت قلت في البداية أن قلت هناك استراتيجية منسقة و استراتيجية مدرسة للنهوض بالقطاع على مستوى هذه الولاية فطبعا في مجال التكوين طبعا استفادت ولاية بومردس وهذا بقارة من سلطات البلاد وهناك حتى وفد من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة إلى مقر الولاية واستفدت من ملحقة كلية الطب وهذا شيء جميل أولادنا الآن سيزاوي لنا دراستهم على مستوى كلية البومداس وبومداس هي طبعا معروفة منذ زمان فيما يخص مدينة الفكر والعلم ومعروفة بكلية ها كذلك فيما يخص الجانب الآخر الآن نتكلم على الشبهة الطبية طبعا ولاية بومداس كذلك استفادت من صرح الصحي وأقول صرح التكوين هام جدا على مستوى ولاية بومداس حيث تحصلت على وضعنا حيث تنفيذ معهد لتكوين شبه الطبي على مستوى ولاية بومداس ونحن على ما شارع في نهاية سنة الدراسية وفي نهاية الدراسية إن شاء الله نحن في الدفعة الثالثة وسنكون على موعد إن شاء الله تخرج الدفعة الأولى على مستوى هذا المعهد واللي هو الشرف طبعا نحن في الولاي نحن في الوصار نحن في الدولة بصفات عامة لأن أولادنا بعد ما كانوا يزولوا دراستهم في مدانس الشبهة الطبية وطبعا تبقى في الوطن لا بأس لكن هم الآن التحقوا بهذا الملحق التحقوا بهذا المعهد ويكون تدعيم نوعي وكيفي للمؤسسات الصحية بحيث في نهاية السنة سيكون أكثر من 200 شبه طبي يعني في الاختصاصات سواء التمريض أو يعني حتى الأشعاء وهناك حتى يعني في التخصص لكن هذا يعني تخصص ما زال في المستقبل القريب إن شاء الله يكون تخرج حتى في مخص القبيلات كذلك وهذا شيء جميل يعني تدعيم القطاع بصفة عامة على مستوى الولايات جيد الآن وبالحديث ومدومت تحدثت وقدمت بعض المعطيات حول معحد التكوين الشبه الطبي ونحن نعرف أن معهد التكوين الشبه الطبي على المستوى وليت الجمهورية تشكل الخزان الحقيقي لإثنام المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية خاصة بالمساعدين الطبيين وأيضا عدد من الإختصاصات الآن معحد التكوين شبه الطبي على المستوى وليت بومرداز من المهم جدا أيضا أن نتحدث عن هيئة التكوين بهذا المعهد. على من تعتمدون في تكوين المتسبين لأهد المعهد؟ في هذا الإطار نأكد أن وزارة سحق ذات احتياطاتها أولا فيما يخص المكونين. وهناك عدد معتبر فيما يخص المكونين الذين تخرجوا أولا والذين تخرجوا فيما يخص هذا العام. فقط هناك أربعة تدعيم بأكثر من 14. يعني أستاذ فيما يخص الشبه الطبيعي. أضيف إلى ذلك طبعا هناك مكونين ونحن نعرف على مستوى المؤسسة الصحية أقول حتى على مستوى المؤسسة الاستشفائية الاثنية. التي هي كذلك تعتبر المؤسسة المرجعية لمقرن الولاية. هذا في انتظار طبعا وضع في الخدمة المؤسسة الاستشفائية. المؤسسة الاستشفائية. هذه المؤسسة الاستشفائية هي تتوفر على خمس اختصاصات التي هي اختصاصات جامعية. طبعا هذا يساعد سواء الجانب الطبي أو أقول حتى الأطباء لاكتساب المعرفة. ورفع من نوعية الخدمات فيما يخص للمؤسسات الصحية. وهذا نقص تقليل من تحويلات المرضى. بحكم أن وجود أساتذة على مستوى المصلح. فبطبع هناك يتكفل حتى بالحالات المعاقدة. أضيف إلى ذلك في مجال التكوين. فهذا بأكيد أنه يساعد كذلك في التكوين. حتى تكوين الممرضين. تكوين يعني أشباء الطبيين بصفات عامة. إذن نحن نقول فيها لما عندنا إشكال الحمد لله. وقلت أنها يعني حتى على مستوى الوزارة. أخذت هذا الجانب. ونتمنى إن شاء الله في آخر السنة نكون مع موعد تخرج الدفع الأولى لهو يكون حدث يعني على مستوى الولاية. جيد. الآن من المهمة جدا الإشارة إلى أن التكوين في معاهد تكوين الشبه الطبي هو تكوين نوعي جدا. والالتحاق بهذه المؤسسات يكون عن طريق المسافقة سيد المدير. وأعتقد أنكم تشتريطون أيضا للحصول على شهادة البكالوريا. أكيد فيما يخص المعاد فهو يعني من صلاحيات وزارة وزارة تعليم العالي التكوين يتم على مستوى المؤسسات. لكن بعد الحصول على شهادة البكالوريا. في الجانب الآخر هناك ما يسمى بمساعدة التمريض. هذه الفئة طبعا هي هناك مسابقة وتمت المسابقة وطنية مؤخرة يوم 11 مارس. وولاية بومدازت حصلت على يعني كم يقول على العدد الموف الذي كان يعني مهي للولايات. ونحن كل عام الآن في مقص المساعدة التمريض. يعني هناك يعني تكوين كل عام لأن هناك ما يسمى بملحقات الشبه الطبي على مستوى المؤسسات. وهذا يشرف طبعا عليه هناك يعني الناس مشغيفين على ذلك. بمعية طبعا الأطباء والمختصين الذين يعني يلقي هنا الضغوص كذلك لهذا يعني الأعوان الشبه الطبيعي. جيد. وبالنسبة لتكوين المكونين أيضا إلى أي حد هناك اشتغال أيضا على هذه الجزئية سيد المدير. هذا الذي يتم على المستوى الوطني طبعا هناك يعني في مقص دورات تكوينية وهناك من اختصاص وزارة الصحة وطبعا في هذا الإطار يعني هناك دورات تكوينية التي تم على مستوى الوطني ونحن كوليت بمدرس طبعا نشارك في هذه الدورات جيد ربما من الامتيازات التي تتخص المنتسبين المتكونين في هذه المعاهد هو أن ربما يستفيدون من التوظيف المباشر سيد المدير أكيد الدولة سهرت على توفير المناصب المالية وربما هذا يعني هذا لحفز حتى يعني الطلبة لتوجه لإختصاص لإختصاص الشباب الطبي أن الدولة صارت على توفير المناصب العمل وإذن بمجرد الحصول على الشهادة فهو التحت مباشرة بالمؤسسات الصحية ويكون يعني توظيف مباشر جيد وهذه من الامتيازات كما أرشنا التي يستفيد منها المنتسبين لهذه المؤسسات أكيد أكيد أستاذ جيد الآن سيد المدير تحدث كثيرا عن الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في القطاع السحبية والجهود التي تبدو لها الدولة في هذا الاتجاه ولكن أيضا القطاع الخاص لديه أيضا دور في تعزيز المنظومة الصحية بالولاية عمليا هل ممكن بعض المعطاية في هذا الاتجاه نحن في قطاع الصحب كقطاع نحن ليس هناك فرق بين القطاع العام وقطاع الخاص لأنه قطاعين متكاملين يشكلان مع بعض المنظومة الصحية ما يهمنا هو التكفل بالمعنية طبعا الوزارة كذلك إذا كانت تصهر من جهة على تدعيم القطاع العام فهي من جهة أخرى تحاول تسهيل الاستثمار وأقول الدولة برمتها بصفة عامة هناك توجهات حتى من سلطات العليا في إطار الاستثمار ونحن نعمل في هذا الإطار لتسهيل الأمور ولتسهيل الإجراءات طبعا هذا يبقى تحت إشراف سيد والي الولاية اللي هو كذلك يصار في إطار يعني يعطى تعليمات في هذا المجال حتى يعني يكون القطاعين متكاملين نحن اللي يهم هو أن يكون المريض يعني متكفل به في وتكون يعني نوعية الخدمة المقدمة نوعية جيدة وذات نوعية يعني اللي تسمح للمرضى يعني يكونوا في راحة تم على مستوى الولاية بمعنى هل هناك ملفات لمشاريع سيدة مريف القطاع أكيد هناك عيادات هناك عيادات على مستوى وقلت أن يعني وليت بمدس قلت في البداية أن عفض ديناميكية ديناميكية جديدة على مستوى هذا القطاع وهي الآن تلتح برنك بالولاية الأخرى يعني تكون على نفس قدم المزاوات وأنا متأكد أن هذا ستعرف وستعرف قفزة نوعية وقفزة يعني في هذا المجال في أقرب يعني في أقرب الأجال بمجرد دخول يعني المؤسسات التي هي في طريق الإنجاز حيث الخدمة وستكون يعني الخدمة ذات نوعية جيدة على مستوى هالولاية على غير المؤسسات الموجودة عبر قطر الوطن إن شاء الله بإذن الله تعالوا ربما في جزئية أخرى سيد المدير تعرف أن هناك استراتيجية ومشروع وطني من أجل تسريع ما يعرف بالتحول الرقمي في البلاد قطاع الصحة من القطاعات التي أحرزت تقدما في هذا الاتجاه وكان لها أيضا ربما إنجازات محققة في إطار هذا المشروع وهذه الاستراتيجية ولاية بومرديس قطاع الصحة على المستوى الولائي من ناحية العملية كيف اشتغل على تحقيق هذا المقصد وما هي طبيعة الإنجازات المحققة في هذا الاتجاه هذه تعليمات تعليمات من سلطات العلية للبلاد وسيد الوزير كان حريص على ذلك منذ البداية لوضع رقمنا على مستوى المؤسسات الصحية وربما هناك حتى محطات تقييمية منذ بداية العملية إلى يومنا هذا وكان يشرف عليها حتى سيد الوزير وكان صرح برقم الموجود على مستوى المؤسسات الصحية اللي هو 75% ونحن نسعى في الأسابيع القادمة أن نصل إلى 100% وهناك محطات أخرى تنتظرنا في المستقبل القريب الأكيد على مستوى وليت بمدرس نحن عملنا بتعليمات سلطات العمومية بصفة عامة والآن أقول أن حتى رقمنا هي ساهمت ولاحظنا حتى في الميدان ساهمت من معاناة المريض تخفيف حتى في ميغوس الآن الهدف المراد هو أن نصل إلى سفر ورقاء وأن نصل إلى رقمنا حتى الملف الطبي وتفادي حتى مثلا تنقل المرضى عبر القطر الوطني يصل يوم حتى المريض عندما يتنقل من بمدرس مثلا إلى تبسى يجد الملف على مستوى المؤسسة في تبسى ويجد الملف على مستوى وهران ويجد الملف على مستوى المناطق الجنوبية لبلدنا كذلك هذا هو الهدف وطبعا الهدف يبقى هدف نبيل وهو خدمة للمريض بصفة عامة ولا غير جيد هذا بالنسبة لتسيير الملفات الطبية وفق عملية إدارية الآن من ناحية العملية من ناحية الصحية كيف يستفيد المواطن الآن من هذه الإنجازات المحققة في إطار عملية الرقم التي بشرتموها سيد المدير والله حتى فيما يخص الآن الضغط الموجود على مستوى المصالح الاستعجالية لاحظنا منذ دخول الرقم لاحظنا لاحظنا أن هناك مرونة وهناك حتى الفرز المرضى الموجود في البند الأحمر والبند الخضراء والبند البند تقالي الآن هذا يعتبر من عملية الفرز التي تسمح لتكفر المريض في أحسن ظروف ولحظنا على مستوى المصالح الاستعجالية سواء تعلق المصالح الاستعجالية الطبية والجراعية أو حتى على مستوى طب النساء كذلك والحمد لله أن هذه الرقمنا تأتي بشيء جديد وبفائدة للمواطن وهذا ما ينتظر وهذا ما يتمنى المواطن بصفة عامة جيد سيد المدير كنا في بداية نقاش تحدثنا عن قضية الطبية وتعرف أن البلد حقق تقدما كبير في نوع جراحي جديد هو الجراحة بالمنظار الذي أصبحت وليت الجمهورية ومستشفية الجمهورية أغلبها تقريبا تتحق في هذا النوع من الجراحة إلى أي حد على المستوى أحرستم تقدما في هذا النوع من الجراحة مؤسسة ثلاثة تتوفر على هذه التقنية وتعمل بها سواء على مستوى مؤسسة الاستشفية الاثنية واللي موجودين طبعا أقول أصال مصالح واللي هما أساتذة طبعا على مستوى المؤسسة الاستشفائية لبرج منين كذلك وعلى مستوى المؤسسة الاستشفائية لدلس وكل هذه المؤسسات هي تعمل بهذه التقنية الجديدة طبعا المطلوب منها هي مواكبة للتطور الجديد وهذا الدولة تسعى من خلال توفير الأغلفة المالية وتغلية توفير كذلك الأجهزة للعمل في هذا المجال حتى نكون على قدم المساواة بما يحدث في المعمورة بصفتين عاما جيد بمعنى هناك ربما توسع تدريجي في توفير استخدام هذه التقنية أكيد الآن العملية التقليدية يعني الجراحة التقليدية هناك يعني عمل في هذا الإطار ومن تخش في أمور تقنية لأنه من اختصاص الأخصائيين طبعا ومع كل احترامات لمجالهم وهناك يعني عمل بالمنظار وكذلك يعني طبعا تختلف الآن تختلف يعني التشغيل بالمنظار من مؤسسة إلى مؤسسة وبوجود يعني أساتذة يعني أكيد أن نرفع من نوعية الخدمة وننفع من كذلك من تكفل في هذا المجال في مخص المعنية جيد الآن في جزئية أخرى أيضا مهمة جدا أعتقد السيد المدير تعرف أن هناك بالتأكيد مؤسسات استشفائية أحرزت تقدم كبيرا في اختصاصات جراحية معينة وهناك مؤسسات استشفائية أخرى أيضا أحرزت تقدما في اختصاصات جراحية أخرى وهذا الذي ربما دفع بالقائمين على هذه المستشفيات إلى إقامة ويعرفوا باتفاقيات التوأمة في إطار التعاون بين مكونات المنظومة الصحية للبلاد إلى أي حد أيضا أنتم مضيتم في هذا المنح وما هي المستشفيات التي توقعتم معها اتفاقيات التوأمة أكيد أنه ربما الأزمة الصحية هي نوعا ما جعلت أنها التوأمة ما تمتش خلال سنوات تعل الأزمة الصحية لكن أكيد أنه قبل الأزمة الصحية وحتى الآن بعد الأزمة الصحية نحن تحت شراف وزارة الصحة هناك توأمة مع إخواننا كذلك في المناطق الجنوب وبذلك عين صالح وطمان أصطفة هناك فيها تتنقل في الإطار وتقوم بعملها لا سيما على مستوى مستشفى برزمنين وكذلك مستشفى مستشفى إطنية ودلس كذلك نقوم بإفاد فرق طبية لتتنقل لهذه المناطق ونسعى طبعا لتوسيع إذا كان طلب مننا لتوسيع هذا العمل لأنه عمل إنساني طبعا وإخواننا كذلك في مناطق ربما لتفتقد لبعض الإختصاصات حتى نعطي المساعدة لمنظرنا المتواجدين عبر الولايات الأخرى وعبر القطر الوطنية جيد مضامين اتفاقيات التوأمة هذه سيد المدير هل تقتصف فقط على إجراء عملية الجراحية في حدود معينة أم أن الأمر يتوسع ليشمل التدريب أيضا والتكوي طبعا بانتقال الفرقة هناك المجالين الأول المجال هو مجال الجراحة وطبعا نقول الجراحة حتى الفحص لأن هناك الفحص في بعض الإختصاصات هناك الفحص لا يوجد جراحة هناك فحص وفي بعض الإختصاصات هناك الجراحة وعادة ما يعني يتم في آخر يوم من التنقل الفرقة يتم مخصص للتكوين بصفة عامة وأكيد عندما تعامل إخواننا كذلك متواجدين في ولاية أخرى سواء في الولايات الداخلية أو في الولايات الجنوبية أكيد أنهم يكتسبوا خبرة الناس التي تنقلوا إلى هذه المناطق جيد حدثنا قبل قليل على الفتح ملحقة لكلية الطبع لمستوى بولاية بومرداس وهذا يعني أنهم منتسبوا هذه الكلية أو هذه الملحقة الطبية سيقومون بممارسة الجانب التطبيق في المؤسسات الاستشفائية التابعة لولايات بومرداس هل بشرتم توقيع اتفاقيات في هذا الاتجاه مع كلية الطبع أم كيف تسير الأمور العملية ستعى في الانطلاق إن شاء الله هذا العام بالمناسبة نشكر إخواننا كذلك على مستوى الجامعة بومداس وأخص بالذكر رئيس الجامعة اللي هو يعني يوفر كامل يعني تسهيلات وبارك الله فيه أكيد أن يعني فيما يخص يعني نقول العمل الميداني سيتم على مستوى المؤسسات وفي هذا المنظور إذا كانت تكلمنا أنا قلت أن هناك استراتيجية متكاملة ومنسقة بصفة عامة أن معناه الآن ليبدأ يعني في الملحقة يحتاج إلى تدريب يعني الميداني في ضغف السنوات وبعد ثلث سنوات ومعناه أن في ضغف ثلث سنوات أن الكامل هذا العمل الجبار والعمل يعني في مقص المؤسسات المنجزات هذه المشاريع التي ستجلها ستعرف يعني الوجود فعلي في الميدان وأكيد أنها ستعمل يعني لصالح هذا يعني الفئة خاصة في مقص الأطباء الذين يتلقوا يعني تكوين الميداني على مستوى المؤسسات السعين نتمنى لكم ولهم كل التوفيق بحول الله تعالى السيد سعيد أعباس مدير الصحة والسكال وليتي أبو مردان شكرا جزيلا لك على الحرور وأذن على كل هذه الإفادة وكل هذه المعطيات اللقاء بك يتجدد في فرص لاحق بحول الله شكرا وشكرا للطاقم العام معكم كذلك شكرا جزيلا سيد المدير بارك ومشاهدين الكرام لازلنا معكم في استعراض ملفات لهذا الفضاء الإخباري ولك بعد الفاصل المترجم للقناة 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 يتعلق بأهمية وضرورة توظيف مخرجات البحث العلمي في ترقية الصحة الحيوانية ومن أجل مباشرة ومناقشة هذا الملف فسعد وبسببكم جميعا أن يكون ضيفي في هذه الفقرة الإخبارية الدكتور جمال بارودي وهو نائب مدير المدرسة الوطنية العليا للبيطرة سيدي مساء الخير وأهلا بك في هذا الفضاء الإخباري بارك الله شكرا الاستضافة شكرا جزيلا بداية سيد المدير بالتأكيد المدرسة الوطنية العليا للبيطرة هي واحدة من المؤسسات الجامعية المتخصصة في التكويل في مجال الطروة الحيوانية والصحة الحيوانية أيضا من المهم جدا أن يتأسس النقاش على تقديم نبتة تعريفية حول هذه المؤسسات مدرسة الوطنية العليا البيطرة البيطرة ونس في متوجدة حاليا في منطقة واتسمار وانشئت المرسوم الرئاسي عام 1965 الدفعة الأولى بدأت 1970 وخرجوا 1975 وحاليا المدرسة فيها حوالي 650 طالب 650 طالب وطالب وتستقبل طالبة من كل الوطن المدرسة الوطنية لشروط الدخول البكالورية أكيد آخر عالم هذا العام يعني مثال يعني الآخر بتاع البرموس يعني يدخلوا هذا العام عنده 14.88 بمعنى معدل بكالوريا الذي تشتريط من أجل انتساب لهذه المؤسسة هو 14 فما فوق في معدل بكالوريا أن هذه المدرسة الوطنية العليا حتى التكويذ فيها هذا الحقيقة نوعي جدا سيد النائب المدير وبالمناسبة ما هي طبيعة التخصصات التي تشتغلون عليها في المدرسة تخصصات طب بيطار يعني نخرج أطباء بيطاريين يعني ما عنا فروع أو لا يعني تخصصات بعد التخرج يعني بعد التدرج معناها دكتورة نخرج أطباء بيطاريين يعني طبيب بيطاري قادر على ممارسة طب البيطار يعني معلجة الحيوانات ويقدر ثاني قادر على مراقبة كل الأغذية التي تأتي من الحيوانات يعني الموجهة للاستهلاك البشري وقادر على حماية الأمراض المتقلة من الحيوانات إلى الإنسان يعني فان الدور وحتى عنده دور في حماية البيئة وعنده دور وحد أخر في الصناعات الصيدلانية وإلا حتى يقدر يكون أستاذ بعد ما تخرج مرحباً جيد الآن سيد المدير نحن نحن نحرف أنه الآن أصبح هناك تركيز كبير على أن يكون التكوين يعتمد على جناحين الجناح النظري وجناح التطبيقي أيضاً الجانب التطبيقي كيف يمارس على مستوى المدرسة الوطنية العليا البيضارة نعم نحن الطبيب بيطري أثناء تكون تأوي يعني فيها بعض الخصوصيات صح جيد لأنه راح يعالج الحيوان لازم يكون عنده حيوان باش يقدر يتعلم يعني نحن خاصة سنة الرابعة أو الخامسة يعني باش نقرر الصورة رابعة الخامسة لازم الحيوانات سواء يعني سواء يأتون إلى المدرسة ولا نحن 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 في فضاءات خاصة يعني هذه خصوصيات وهذا يعني في بعض الأحيان صعب صعب يعني كان لازم علينا ندير نحل المشكلة هذا بخلق يعني مزرع نموذجية ودرناها والحمد لله على كما قل لك على سبيل نيني الذكر يعني البارح جاء السيد الوزير ودشنها يعني المزرع النموذجية يعني الحمد لله بذرصو هذه المزرع النموذجية تم تدشينها بالأمس فقط بالأمس فقط لا لا يعني كانوا يعني كانت في عمل بالصح الذكن بشكل رسمي وكما وحدة بمعايير يعني علمية نوعية نوعية جيد هذه الحيوانات لازم الطابب الطالب يكون عنده يعني قبل ما يتخرج عنده قدرة على على الاحتكاك على الأقل بهذه الحيوانات يدخل يدخل سنة الأولى حتى أنه يخاف الحيوان صحيح نعم هذه لازم ينحيها لازم ينحي الخوف على أقل يوصل للسنة الثالثة الخوف ينحيه يوصل للسنة الرابعة للخمسة يكون عنده على الأقل القدرة على مس الحيوان يعني يعمل بعض الحركات وسنة الخمسة يقدر حتى يوصل يعني وهو طالب خدش الطبيب بيطاري كي يخرج طبيب بيطاري يجب يكون قادر على معالجة الحيوان وجراحة الحيوان يعني فعل عملية جراحية مشي كما الطبيب الإنساني تخصص وحد آخر نحن لا يعني هذه الخصوصية تعطيب بيطاري جيد سواء نواسل النقاش لأنه النقاش ممتح في الحقيقة حول هذا الموضوع أستاذ جمال بارودي نهاء مدير المدرسة الوطنية العليا للبيطاري ولكن قبل ذلك أن توقف عند الزميلة أميرة مديح المتواجدة الآن بالدوان الوطني للأرصاد الجوية من أجل بعض التفاصيل المتعلقة بما سجل في الحقيقة مؤخرا بارتفاع وصفه البعض بالقياسي في درجات الحرارة أميرة مساء الخير أهلا بك في هذا الفضاء الإخباري هل ممكن بعض التفاصيل حول هذه الجزئية المتعلقة بهذا الارتفاع المسجل في درجات الحرارة إذن مساء الخير أكيد أو نشهد ارتفاع محصوص في درجات الحرارة في جل بناطق الوطن والتي تفوق معدلتها الفصلية نتواجد هنا بقاعة التنبؤات بالدوان الوطني للأرصاد الجوية لتفصيل أكثر في الحالة الجوية لهذه الأيام والتوقعات للأيام المقبلة مع السيدة بن رقطة أهلا سيداتي إذن أكثر تفاصيل حول الحالة الجوية نعم شكرا أهلا وسهلا بكم في قاعة التنبؤات مرة أخرى إذن بالفعل هي درجة حرارة قصوى تشهدها أغلب ولايات الوطن وسوف تصمر إن شاء الله لغاية يوم الأحد وحتى درجة الحرارة الدنيا هي مرتفعة إذن نستطيع أن نقول بالفعل هي موجة حر مبكرة سوف تشهدها وصلح الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة القصوى سوف تبلغ ذروتها هذا يوم الجمعة إن شاء الله حيث سوف تقارب 42 درجة مئوية على المناطق الداخلية الغربية للوطن يعني هي متعودة بهذه الدرجة الحرارة المرتفعة منطقة غليزان منطقة شلف منطقة كذلك سيدي بالعباس معسكر إذن درجة الحرارة فيها سوف تقارب 42 درجة مئوية أما فيما يخص درجة الحرارة القصوى المتوقعة على المناطق الساحلية وأيضا القرب الساحلية للوطن الوسطى وكذلك الغربية للوطن قد نسجل حتى 36 درجة مئوية تحت الضل فيما يخص المناطق الشرقية للوطن لن تكون يعني فيها درجة الحرارة مرتفعة بل تكون في معدلتها الفصلية تقالب 32 إلى 28 درجة مئوية فيما يخص المناطق الجنوبية كما ذكرت هي الأخرى سوف تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة القصوى بحيث قد نسجل في وسط الصحراء وأيضا في أقصى الجنوب درجة حرارة قصوى تقارب كذلك 42 درجة مئوية تحت الضل ولكن الحمد لله أن هذا الوضعي الجوية لن تستمر طويلا بما أن مصالح الأرصاد الجوية حسب خوارج النماذج الرقمية التي تعطينا توقعات متوسطة إلى طويلة المدى تقول أنه إن شاء الله ابتداءا من يوم الأحد رح نشهد تراجع في درجة الحرارة القصوى وابتداءا من يوم التلتاء رح يكون فيه تغيير في الكتلة الهوائية تغيير في الوضعية الجوية في المساوية العليا لغلاف الجوي ولذا رح يكون هذه المرة انخفاض لدرجة الحرارة إن شاء الله متوقع على المناطق الوسطى هذه المرة والشرقية للوطن لتعود إلى معدلتها العادية الفصلية وإن شاء الله هذا الاضطراب الجوي لاحي خص المناطق الوسطى والشرقية رح إن شاء الله كذلك يكون مرفوق ببعض الأمطار المتفرقة رغم أن هذه الوضعية الجوية يعني توقعاتها بعيدا وعنما ممكن أن خوارج النماذج الرقمية تتغير ولكن لابد أن نبقى في مسايرة ومتبعة نشارة الجوية شكرا سيدتي إذن وجب أيضا التحسيس بخطورة ارتفاع درجات الحرارة بالنسبة للمواطنين فئة المسنين خاصة وأصحاب الأمراض المزمنة كان هذا كل ما لدينا فيما يخص الحالة الجوية من مرسد من قاعد التنبؤات من الدوان الوطني للأرصاد الجوية شكرا جزيلا لك يا أميرة وشكرا أيضا لضيفتك الكريمة ممثلة أو الإطار المركزي بالدوان الوطني للأرصاد الجوية وربما عبر ما قالته ضيفتك يا أميرة هو أنه ارتفاع أو هذا الارتفاع في درجة الحرارة سيشهد أو سيقابله الخفاظ بداية من يوم الأحد بإذن الله تعالى عودة في هذا الفضائي الإخباري وعودة أيضا لضيفة سيد سعيد وعباس مدير الصحة أو عفوا سيد جمال بارودي نائم مدير المدرسة الوطنية العليا للبيطرة دكتور كنا قد توقفنا عند الجزئية المتعلقة باستحداث المزرعة النموذجية التي تكون بالنهاية فضاء لإجراء التجارب العلمية بالتأكيد هل ممكن بعد التفاصيل المتعلقة حول طبيعة الحيوانات الحد الآن التي تملكون على مستوى هذه المزرعة نعم شكرا وصحح الوزير وضع حجر أساس وضع حجر أساس نعم لأن المزرعة النموذجية يعني راهي حاليا بالصح البناء لقليرة في المعايير سأبدأ شهر سوف نبدأ في بناء المزرعة يعني المزرعة الرسمية الرسمية جيد نعم الآن نحن بسدد الحديث عن المزرعة النموذجية نعم الحيوانات عندنا يعني الأغنى يعني اشتريناها يعني شرنا بدأنا بثماني رؤوس يعني على حسب الإمكانيات وعلى حسب حصنا جاء احنا مدرسة وجامعية يعني نعم أكيد يعني دينا بثماني نعجات يعني ويعني دركا لحقنا حتى ثمانيين رأس يعني بثماني نعجات ولنا بثماني ثماني نعجات ما شاء الله في المدرسة الحمد لله يعني كان فريق تعمل يعني ما شاء الله ولحقنا حتى أنه باعنا منهم للخرج باعنا يعني نص منهم علاش قدش فيها يعني يطلبوا الأكل يطلبوا والإمكانيات كانت محدودة يعني قررنا نقسم منهم باش نقدر نتحكموا فيهم وتحكمنا فيهم هو الهدف يعني عملية التكاثر هذه بالمناسبة عملية التكاثر هل تمت بطريقة علمية بمعنى بتدخل من المدرسة والقائمين على المدرسة أم كانت عملية عملية التكاثر عادية حتى نستفيد منكم تكاثر عادية عادية مع متابعة بالأساتدات تعمل متابعة علمية علمية يعني إيكوغرافي حتى أنه يكون خلل يعني نحن لمعنى كانت فيها رعاية كانت فيها رعاية جيد ولحقنا لهذا العدد يعني وممكن حتى نسموه نموذج يعني النموذج طبيعي يعني بطبيعته خرجنا بهذا المنتوج ويعني استنشجينا في الخارج يعني الإنسان اللي حبي يعني أهمية الاستثمار في هذا الإختصاص في هذا المجال يعني والنجاعة الاقتصادية لهذا النوع اللي استثمار هذا في الأغنان نفس الشي في المعيز هما يعني كانوا خليط بين المعيز يعني حتى المعيز حتى في بعض الأحيان يعني المنتوج الحالي بتاعهم يعني إنسان كي يوقف على حاجة وخاصة كيستاش إحنا كأغلبية الأستداء يعني شاركوا في هذه العملية وكل يعني أستاذ يمد حاجة يعني حاجة لتفيد هذا المنزرعة ومن الجي أخر عندنا يعني حيصان جمنا حيصان للطالبة باش نولفوا للطالبة خاصة الحيصان يعني يعني في التكوين ما يشوف لا فورما سواء يعني تعالى البيضاري حتى السنة الأخرى حتى السنة الخميسة يعني ننظر مثل الأولى نعطي له هذه التقارب من الحيصان حتى أنه نجعله يتسهل مع المعاملات وعندنا طيور طيور يعني جبنا بيضات من ملقحة جيد وجبنا حاضنة صغيرة نبدأ يعني ذكرنا يعني حتى يعني هذا يقف أنكم بدأتوا في التفكير في تأسيس مزرعة حقيقية في وضع هذه المزرعة النموذجية وأعتقد هذا في ظرف قياسي في ظرف قياسي في ظرف قياسي في 2019 جيد من المهم أيضا أستاذ التسويق لهكذا التجارب حتى نعرف أهمية الاستثمار في هذا الجانب والنجاعة الاقتصادية كما أشرنا في هذا الجانب خاصة في هذا الدعم والتحفيزات غير المسبوقة التي توفرها وتضبرها السلطات العليا في البلاد لكل راغب في الاستثمار في قطاع الفلاحة الآن سيد سيد الدكتور دكتور جمال بارودي ومدومت تتحدث عن أن النجاح بقوسين في هذه المزرعة النموذجية كان بسبب الرعاية وسبب المتابعة الصحية والعلمية وهذا يقولني للحديث عن جزئية أخرى أهمة جدا إلى أي حد هناك مثلا تواصل من قبل المستثمرين في قطاع الفلاحة في مجال تربية الحيوانات مع المدرسة الوطنية للبيطارة من أجل الاستفادة من التوجهات والنسائح الضرورية نعم هذا ندخله كمدرسة ندخله في إطار العلاقات الخارجية عندنا اتفاقيات مع الفلاحين عندها تعاونية فلاحية أو مؤسسة يعني التبدل هذا حتى مع مستثمرات فلاحية يعني في الجنوب يعني اتفاقية إطارية يعني كمونسون كادر يعني هذا المستثمرين يجتفادون من هذه الخبرة تعالى الأستيدة وحتى المخابر تعنا عندنا مخابر بيداغوجية يعني ندولهم يعني للتحاليل مثلا الغذاء تعالى في المعايير لا يوجد موات سمى هذه ندولها في المدرسة في إطار بيداغوجي يعني لبعنا هناك مفتاح على العالم الخارج على العالم الاقتصاد عندنا يعني هذا في إطار اتفاقيات هم يعني هؤلاء المستثمرين يستفادون مننا الخبرة ونحن نستفادون منهم أنهم خاصة لك كان عندنا مثلا مشكل في الغذاء للحيوان يعني يعونونا يعونونا يعني هذه إطار تبادل المنا في إطار دائم الاتفاقيات الإطار في الإطار الاتفاقي كل ما مستطر في الاتفاقي وإلا كان عنده حيوانات مستثمرة يعني فلاحية كبيرة فيها مثلا منتوج الحالي طالبات يعني يرحوا عنده يعني يشوفوا يعني النمو ذو يعني باش الطالب يكون عنده مسبقا الفكرة عند الزلضاش يعني لنوم باش مبعد هذا الطالب يعني حتى ندولهم حتى لسويذي يعني المتابعة يعني للصحية حتى أنه يعني يعني نعالجوا لهم يعني متبادل يعني اتفاقية تعاول معينة نعم جيد وعندنا يعني كثير يعني كثير مهم فيه كثير من النماذج ومالتأحيل حتى مع الشركة يعني الفارماسيول الصيد علانية عنا بعض الاتفاقيات وحتى مع الشركة التجميل يعني الكوسميتيك عندنا دي أجهزة علمية رافعة المستوى اللي تقدر يعني تبين مثلا في الدواء ولا برودي كوسميتيك ولا تجميل هل فيها نفايات هل فيه سموم يعني لكاليتي لاتوكسيزية بمعنى فيه مخابر على مستواكم مملوكة للمدرسة متخصصة جدا وتتوفر على التجهيزات الكفيلة بتنفيذ هذه المراقبة جيد وبالتأكيد هذا الانفتاع على هذه المستثمارات والخاصة في مجال تربية الحيوانات هي فرصة لكم وفرصة لمنتسبي هذه المدرسة من أجل مباشرة الجانب التطبيقي عوض اختسار الجانب التطبيقي فقط في المزرعة النموذجية نجعلها كاستنجال جيد لكن الانفتاح للخارج مقبل كنا نخدم مع الخارج مقبل 2019 هذه استراتيجية كنا نخدم مع المستثمين الخارج كانوا يفتحون الأقواب بالهذا التعامل الاستفادة هو يستفيد وهنا نستفيد وهذا المزرعة بعدها لازم تكون عندنا مزرعة دكتور دائما حتى نستثمر في وجودكم تعرف أيضا أن هناك توجيهات من السلطات العلية في البلاد من أجل توظيف مخرجات البحث العلمي في الحركية التنموية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وفي كل القطاعات قطاع الفلاحة معني بشكل مباشر بهذه التوجيهات وهذه التعليمة من خلال التواصل مع المستثمرين في قطاع الفلاحة وبالأخص في قضية تربية الحيوانات إلى أي حد تقدر أنهم يوظفون المخرجات البحث العلمي في العملية الاستثمارية لا ذوق نطق ديناميكية وحد قرأ عند الفلاحين ذوق الفلاح لم يستعمل التكنولوجيا سيكون متأخر حتى وسائل التشخيص لازم يكون مرتبط بها ويجب أن يطلبها من اختصاصين من الجامعة أو من اختصاصين يعني وذوق أنا رايح الآن التربية الانتنسيف يعني المكثفة مكثفة نعم يعني وكي تنجح في تربية المكثفة يجب أن لديك وسائل تكنولوجيا صحيح تكنولوجيا حتى تكون عالية للمستوى حتى كين بعض وسائل يعني يكشف لك بقرة تكون مثلا يجيها مع الحم يكشف لك يعني كين أمور لازم يكون البحث العلمي لا يستطيع يستطيع عنه لازم يعود البحث العلمي المربين والفلحين بمعنى ثقافة الاستثمار في مخرجات البحث العلمي تقدر وتؤكد أنها تتوسع في عموم مستثمرين فقطع في لا نعم نعم يعني التوسع يعني أكيد جيد نتوقف عند هذه النقطة دكتور لنواسل فيما بعد مشاهدين الكلام الساعة تشير إلى تمام الرابعة مساء بتوقيت الجزائر إلى غرفة الأخبار نشاط نشاط إخبارية من التلفزيون الجزائري أهلا بكم بداية وفي إطار متابعته الدقيقة والمستمر لأوضاع جالياتنا في السودان وفور تدهور الأوضاع الأمنية المؤسفة في هذا البلد الشقيق أعطى رئيس والجمهوري أمرا بإجراء أعضاء جالياتنا الراغبين في العودة في ظروف جيدة حرصا منه على أمنهم وسلامتهم كما أمر السيد الرئيس بأن تشمل عملية الإجلاء والمساعدة كل رعاية الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك في مقدمتهم شقاؤنا الفلسطينيون المقيمون في السودان حيث مست العملية 13 فلسطينيا و22 مواطنا سوريا وبمطار الجزائر الدولي وصلت مساء أمس الطائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية تقل أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان وكذا تقم سفارة الجزائر بالخرطوم في عملية الإجلاء الأولى التي شملت 94 من أفراد جاليتنا الذين شادوا بدور رئيس الجمهورية وحرصه على تأمين عودتهم السريعة إلى ذويهم المتابعة مع أحمد خير الدين ها هي الطائرة التابعة لقواتنا الجوية تحط على أرضية مطار هورب مدينة الدولي وعلى متن 94 من أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بالسودان وطاقم الصفارة بالخرطوم تم إجلاؤهم تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الحمد لله وصلنا حتى لفور سودان خرجنا بأمان وسلام ماكل عليهم وشراب عليهم حتى وصلنا الطائرة طاقم الطائرة والأخوة كلهم ثم الله يتحل فينا فيما فيه الكفاء الحمد لله فرحانين لما رجعنا للبلد ومبسوطين كثير كثير الحمد لله وربنا يجي فخامة الرئيس إن شاء الله عبد المناجي تبهون ثاني دولة التي أجلت جاليتها من السودان وهذا بفضل جهود ومثابرة السفارة السفارتنا في السودان والتي قامت بدور كبير ودور بطولي والشكر لهم حتى وصلونا للبلد ولأن القول دائما مقرون بالفعل كانت الجزائر من بين الدول السباقة في إجلاء مواطنها المقيمين بالسودان وذلك حرصا على سلامتهم وأمنهم بالإضافة إلى عدد من مواطنية الدول الصديقة والشقيقة كما عيدنا سيد رئيس جمهوريا يحرص كل حرص بتكفل بمواطنه حيثما كانوا وحيثما وجدوا كان من طبيعي أن يتدخل وفورا ودائما نحن كنا من الأوائل الذين نقوم بإجلاء رعاية الحمد لله مهما كانت الصعوبات هناك اليوم الحمد لله لحقوا سالمين لحقوا ربما كاننا في عناء تع السفر من خرطوم إلى بورسودان إلى جدة إلى هنا لسعات عديدة إنما الحمد لله لحقوا وذويهم ينتظروا فيهم أكمشتوا السعادة يعني تغمرهم ربما كانوا في ظروف صعبة كانوا يعني كل شيء ممكن الحمد لله قمنا بعمل الأيوم رهم لحقوا رهم متواجدين لهنا مهما كانت صعوبات نقولوا الحمد لله وهذا ما آلفناه لدى سيد الرئيس الجمهورية عملية الإجلاء هذه تعكس مدى حرس السلطات العليا في البلاد على سلامة المواطنين أينما كانوا وتوثق أيضا عرى الصداقة والأخوة بين الجزائر والدول الصديقة والشقيقة وفي مستجدات الوضع في السودان عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة أمس لبحث تطورات الأوضاع في السودان وتعالت التحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في البلاد لا سيما بعد خرق الهدنة الجديدة المتفق عليها بين الجيش وقوات الدعم السريع ندي علمي تفصي على الرغم من سريان هدنة جديدة لمدة ثلاثة أيام لوقف القتال في السودان وردت تقارير إعلامية عن وقوع اشتباكات الليلية في العاصمة الخرطوم وفي أم درمان هدنة تخرق لرابع مرة في رابع محاولة لوقف القتال الذي اندلع في الخامس عشر أفريل الجاري بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع طرف النزاع لم يلتزم بالهدنات فحسب بل صعد من مواجهاتهما الدامية في وقت عقد فيه مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث تطورات الأوضاع في هذا البلد الجريح وحذر الأمين العام الأممي أنتونيو غوتيريش من حرب طويلة واسعة لطاق حرب بتبعات إنسانية كارثية الخاسر الوحيد فيها هو الشعب السوداني فالأرقام تشير إلى أن عشرة أيام من الاقتتال العنيف خلفت مقتلى أربعمائة وستين شخصا وإصابة أكثر من أربعة ألاف آخرين من جانبها دعت مفوذية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تكثيف الجهود لمساعدة الناس حين من السودان فيما تعالت الأصوات محذرة من أن الأوضاع الصحية والإنسانية في البلاد باتت على شفى الإنهيار يحدث كل هذا في وقت تتواصل فيه عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعاية الأجانب من بلد الهدنة فيه هاشة ومصيره مجهول في طار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية مالي بصفته مبعوثا خاصا لرئيسي الجمهورية استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من قبل رئيس المجلس التشريعي الانتقالي العقيد مالك دياو المحادثات تمحورت حول العلاقات الثنائية وفاق تعزيزها لسيما في المجال البرلماني عبر تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية وتكثيف المبادلات وأقول التبادلات والزيارات بين المؤسستين التشريعيتين على مختلف المستويات للمساهمة كرافد هام في استكشاف وتحقيق الأفاق الواعدة للعلاقات الجزائرية المالية كما تبحث عطاف مع نظيره المالي عبدالله ديوب لتتوسع بعدها المحادثات لتشمل وفدي البلدين حيث تنولت سبل تعزيز علاقات التعاون الثلائية إلى جانب أفاق تجاوز العقبات التي تعترض حاليا جهود استكمال مصاري السلم والمصالح في مالي وبالمناسبة جدد عطاف تضامن الجزائر ودعمها المتواصل لجمهورية مالي في سبيل تحقيق أولويات المرحلة الانتقالية وتجسيد الاستحقاقات الوطنية التي من شانها أن تفضي إلى عودة البلاد إلى الوضع الدستوري وفي طار الزيارة التي قادته إلى الجمهورية الإسلامية الموريطانية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية استقبل أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من قبل الرئيس الموريطاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبالمناسبة سلم أحمد عطاف إلى الرئيس الموريطاني رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون ونقل إليه تحياته الحارة وعزمه على مواصلة العمل معا لتجسيد طموحهم المشترك في الرقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المراتب المتاحة وتأتي هذه الزيارة تكريسا لسنة التشاور والتنسيق المتواصلين بين بلدين وخاصة منذ زيارة الدولة التي أداها فخامة الرئيس محمد للشيخ الغزواني إلى الجزائر في ديسمبر 2021 وما تمخضت عنه هذه الزيارة الناجحة من نتائج هامة تخللت محادثاته المثمرة مع الرئيس عبد البجيد تبون في تعاونية دائما استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس حسن قدور الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام الطرفان بحثا سبول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الغاز والمناجم والمنتجات النفطية بالإضافة إلى نقل وتوزيع الكهرباء في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من التاسع عشر إلى الخامس والعشرين أفريل الحالي العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقضى والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل الترابي الوطني في إطار عمليات مكافحة الإرهاب أوقفت مفارزة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببسكرا وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنصيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية عشرين تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال أربعة قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط خمسة آلاف ومائتين وستة وأربعين قرصا مهلوسا وبكل من تمنراست وبرج بجي مختار وإنجزام وتندوف أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مائتا وتسعة وعشرين شخصا وضبطت سبع عشرة مركبة وخمسة وثلاثين مولدا كهربائيا وخمسة جهزة كشف عن المعادن بالإضافة إلى كمية من المتفجرات ومعدة تفجير وتجهزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهاب في حين تم توقيف تسعة أشخاص آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين صيد وأربعة قناطير ونصف من مادة التبغ وكمية كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بتسعة وثمانين طن وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني كما أحبط حراس الحدود بالتنصيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولة تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بخمسة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعين لترا بكل من إنجزام والوادي وتبسة والطارف وسجهراسة من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا مائة وتسعة وثمانين شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعة فيما تم توقيف مائتين وثلاثة مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة عبر التراب الوطني أمنيا القضاء على مرويجية المخدرات وبسط السكينة والأمان وسط المجتمع عمل كبير ولا يكون إلا بتضافر جهود السلطات الأمنية في البلاد التي سجلت انتصارات عديدة على المجرمين وتمكنت من حجز كميات معتبرة من السموم التي تهدف إلى المساس بشباب الجزائر ومستقبليها التفاصيل مع مالك درحمون الثامنة صباحا بداخل مقر الشرطة يجتمع رئيس المصلحة مع أفراده لمنح تعليمات وتقسيم المهام لتنفيذ إحدى المهامات الحصاسة طريقة هذه اللي دخولة راح تعد الجماعة راح تحسب واحد الجماعة واشنو جماعة نوصيكم حاجة فليكا كما هذا استحفظ على أروحكم معلومات تؤكد دخول كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة عناصر الأمن تتحرك أغلقت كل المنافذ لا مفر المرويج في قبضة عناصر الشرطة نفس المصير عرفه شريكو مصلحة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات يمتد اختصاصها على مختلف ربوع التراب الوطنية وبإمكانها التنقل والقيام بمهامها دون طلب توكيل لتسهيل تدخلتها وحققت نتائجا باهرة تعكف قيادة الأمن الوطني على تستير مخططات تدخل مصالحها ووحداتها العملياتية بشكل يتماشى والاستراتيجية الوطنية التي تسطرها الدولة الجزائرية في هذا الصدد والتي تنبني على ثلاث مبادئ رئيسية وهي الحد من عرض المخدرات وتخفيض الطلب عليها وكذا تطوير سياسة وقائية شاملة ومتوازنة ضد مخاطر المخدرات الدرك الوطنية جهاز آخر يضرب بيد من حديد كل مجرم ومروج للسموم والنتائج المحققة تتحدث عن المجهودات المبذولة منع دخول هذه السموم عبر الحدود الوطنية من خلال تشكيلات الدرك الوطني على غرار وحدة حراس الحدود وكذا تشكيلات المتواجدة عبر كامل التراب الوطني وشبكة الطرقات متمثلة في وحدة أمن طرقات والوحدة الإقليمية لصد وضبط كمية المخدرات المتسربة عبر الحدود مجبهة ترويج المخدرات واستهلاكها مهمة أخذتها المصالح الأمنية على آتقها ولا تسمح لكل من تسوير له نفسه المساسة بشباب الجزائر في ذاكرة تاريخية وأحيان لذكرى الخامسة والستين لتأسيس الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني كرمت اليوم جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد في منتدى الذاكرة الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني ممثلة في عضوها الفنان المجاهد دري إبراهيم وذلك بحضور أساتذة وباحثين في مجال الفن والثقافة في الرياضة يوصل المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين لأقل من 17 عاما تدريباته ضمن معسكره لعددي لكاس أمم أفريقيا المقررة بالجزائر وسطر طاقم الفني بقيادة المدرب رزق رمان برنامجا مكثفا بداية من أمس لإنهاي التحضيرات بطريقة مثالية قبل انطلاق الحدث القرية هذا وكذا الموقع الرسمي للفا فن العبي الخضر سيكونون على موعد في منطقة مختلطة مع وسائل الإعلام مساء اليوم كما سيعقد المدرب الوطني ندوة صحفية صباح يوم الجمعة المقبل فيما ستكون التدريبات المسائية مفتوحة أمام الصحافة بهذا مشاهدين نصل إلى ختام النشر السلام عليكم اشتركوا في القناة لازلنا معكم مشاهدين الكرام ولازلنا أيضا في مناقشة الملفات المقترحة عليكم في هذا الفضاء الأخبار أعود إليكم وأعود أيضا لضيفي الدكتور جمال بارودي نائم مدير المدرسة الوطنية العليا للبيطر دكتور أجدد الترحيب بك كنا قبل نشرة الأخبار قد تحدثتها في الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه المدرسة والتكونات النوعية جدا التي تقدمها هذه المدرسة وأيضا حتى الاستشارة التقنية النوعية التي تقدمونها للمستثمرين في القطاعية والفلاحة في مجال الإختصاص بالتأكيد الآن من المهم جدا أن نوسع النقاش حول استخدام التقنيات الحديثة في العملية التكوينية بالمدرسة دكتور نعم نحن في المدرسة لدينا تصوير الإيكوغرافي والراديولوجي هذه الأساس جيد لكي الطالب يتعلم هذه الأمور قبل التخرج جيد هذه مثلا الحاجة التي يجب أن يتعلمها ويجب أن يشاهدها وكي يخرج يتخرج كان واحد الوقت وين هذه الجهزة لم يكن مستعملة مع الفلاحين يعني لم يكن معترف بها يعني يمكن أن نبدأ ونطنلوا شيئا للاريير لنسي من الصنوتي يعني تلقيها الصناعي يعني لكي تدخلوا في أذهان المربين يعني صعوب وهذا دور البيطاري ودور الباحث صحيح لازم يبين بالك التكنولوجيا التي خرجت سيصال حوال جيد هذا الليكوغرافي يعني استعملتا يعني نحن في كين زود شققين شقق الحيوانات التربية أبقار أغنام وكين شقق حيوانات لذن موضميستيك يعني الأليفة الأليفة نعم الكلاب هذا يعني حتى يعني حتى يعني يعني حتى يعني يعني يلحقوا وكأنه يعني تشخيص إنساني يعني 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 حتى يعني في بعض الأحيان ما نقلوش ديره فرق صحيح هالتكنولوجيا لازم نستعملوها علش باش نشخص الأمراض خاصة في بعض الأحيان كانت أمراض مستعصية مثلا لإزال الموديلاج يعني تعال التربية للأرانيب أو الدجاج أو بعض الأمراض تسبب موطلية كبيرة يعني موت كبيرة إبادة إبادة يعني كيف شرح يدير هذا الفلاح لازم يعود يولي للباحث وبعض الأحيان التشخيص يكون وعا وشكون اللي يسلك سي الباحث هو اللي يسلك صحيح يعني ما يقدرش يستغني على هذا ما يقدرش يستغني يعني لازم الجامعة والتخصصات لازم يكون وعلى اعتبار الحديث يتركز حول الباحث العلمي والتطور التقني الحاصل أستاذ هل ممكن فكرة عن أو حول التطور الحاصل في هذا المجال في مجال خاصة التربية الحيوانية يعني تطورات يعني أغلبية المربين يحاولوا يعني بمعية يعني يعني تأتي بقى البيطاريين بعمليكونسيور يعني والشارشور باش يكونوا في المعايير الدولية خاصة لازم يكون في معايير وخاصة لو كان لم يكن المعايير سيكون خاسر خلاص يعني يعني النوعية لازمة أنا رحين وقت من لازم نوعية ولازم يستعمل كل الطرق باش ينجح لازمة يعني ضب المعايير الدولية راح يكون يعني وخاصة مع السياسة الجديدة تعلق تعد دعم وطلبك النوعية يعني بعد لازم نكون نوعية جيد الآن أستاذ هناك أيضا في الحقيقة توسع اهتمام الشباب أيضا خاصة أسحاب المؤسسات الناشئة بهذا النوع من الاستثمار في مجال البيطرة والتربية الحيوانية أنتم على مستوى المدرسة الوطنية للبيطرة ما هي طبيعة الإضافة التي تقدمونها لهؤلاء الشباب من أسحاب المشاريع المبتكرة في مجال الإختصاص نعم هذا يعني حاجة يعني دخلة في ستارتوب يعني أساسة ناشئة يعني أمس نكمل وش دار سيد زيرات على سيد وزير جال مدرس الوطنية للبيطرة وزير تعليم العائل سيد كامل باداري دار حاجة الأساس على المزرعات ودار وإنشاء ودشن ستارتوب تاع حظين الأعمال دشنال برح ممتاز جيد دشنال يعني في هذا المجال البيطاري الأمور يعني ما رايش واضحة مليح ما رايش واضحة مليح بالصح الأفكار مكاين جيد أفكار مكاين لو كان نقول لوراء هذه الفكرة بتاع المؤسسة الأشياء يعني من 2012 يعني من 2012 يعني بدأ وبدأ الأفكار يعني في المدرسة وقتنا باعة طيرة لكن ما كان عندنا الحاظنة كنا يعني بري انكيوباتور معناها ما قبل ما كان عندنا يعني حاظنة معروفة بمفهومة كان واحد الأفكار يعني يبتكار كبير حتى طالبات وتتبع عنهم ولكن من بعد ما يكمل قلتش ما عندوش الحاظنة وطرق الأمور تبدلت مع وجود الحاظنة راح يكون طالب يعني بالفكرة تاعه راح يكون متابع مرافق حتى دعم حتى دعم هل ممكن فكرة حول طبيعة هذه المشاريع أستاذ في المجال البيطاري يعني أغلبية الأفكار تروح يعني سواء لتطبيقات مثلا تطبيق يقدر يمد لك مثلا كما أعطت لك مثال حيوان يبدأ بعلامات المرض يسيب لك مثلا يروح لتطبيقات ممكن يروح ل إعادة رسكلا يعني روسيكلاج في بعض نحن نحسب لهم دي شي فضل لكن هما نقدر روسيكل لهم يعني هذا مولي من يروح لحيوانات ولا أفكار الموجودة جيد وتمتل سيدها بتأكيد على أرضي الواقع الدكتور جمال باروضي نائم مدير المدرسة الوطنية العليا البيطرة شكرا جزيلا لك نتمنى لكم التأجيد كل التوفيق ونتمنى لكم أيضا كل التوفيق في هذه المشاريع التي تشتغلون على التمكين لها واقعيا وأيضا في مرافقة هؤلاء الشباب من أصحاب المشاريع المبتكر اللقاء بك يتجدد حول الله في قابل الفرص شكرا جزيلا المشاهدين الكرام نازلنا معكم في استعراض ملفات هذا الفضاء الإخباري ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة المشاهدين الكرام المشاهدين الكرام المشاهدين الكرام نازلنا معكم ونازلنا أيضا في استعراض مناقشة الملفات التي انتقيناها لكم في هذا الفضاء الإخباري إلى ملف الهم الآخر يتعلقوا هذه المرة مشاهدين الكرام بأهمية التنوع الاقتصادي في تعزيز الحركية الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا ومن أجل تفاصيل أكثر حول هذا الملف سعدوا وبإسمكم جميعا أن يكون ضايفي في هذه الفقرة الإخبارية الأستاذ أبو بكر سلامي الخبير والمحلل الاقتصادي دكتور مساء الخير وأهلا بك في هذا الفضاء الإخباري مساء النور شكرا على الدعوة والسعيد أن أكون معك في هذا ظاهر شكرا جزيلا دكتور بداية لماذا حينما يتحدى أو يتوسع النقاش حول التطور الاقتصادي وحول التنمية الاقتصادية وحول الإنجازات الاستثمارية والاقتصادية يتجدد النقاش أيضا ويتوسع حول ضرورة تحقيق ما يعرف بالتنوع الاقتصادي من الناحية المفهومية ماذا نقصد بالتنوع الاقتصادي نعم بسم الله الرحمن الرحيم هي التنوع الاقتصادي في المفهمتاعه أنه يكون عندك أولا تنوع في المنتجات عندك يكون عندك تنوع في المنتجات لا يكون مرتبط الاقتصاد imminent بمنتوج معين الذي هو اقتصاد ريعي يصل عليه باقتصاد ريعي جيد عندما يكون عندك أيضا تنوع في الاستهلاك تنوع في المتعاملين عندما يكون عندك مورد واحد أو ثلاثة ما عندك تنوع في الموردين وقعت الأزمة التالي في روسيا أوكرانيا الكثير من الدول انضروا الضرر كبير جدا لأنها كانت مرتبطة بصفة كبيرة جدا سواء بمادة واحدة أو عدة مواد بدولة معينة بمعنى حتى في الواردات التروع الاقتصادي يسمى هذا تنوع في الواردات تنوع في الصادرات تنوع في الاستهلاك تنوع في الاستثمار لا تستثمر في قطاع واحد يعني هذا التنوع يضعك في أمان من المشاكل والتقلبات يعني من العالم معروف في تقلبات أزمة جيوسياسية أزمة طبيعية أزمة مناخية ربما يكون دولة مرتبطة بالزراعة بشكل كبير والزراعة ربما تكون ليس زراعة مسقية تكون مرتبطة بسياحة كما حدثت لبعض الدول في الكوفيد هذا الارتباط الشديد وبنسبة كبيرة بقطاع معين بناء منتوج معين بدولة معينة هذا كله خطر على الاقتصاد إذن الاقتصاد المتنوع أن يكون عندك تنوع في المتعاملين تنوع في المتعاملين كي يقول متعاملين الموردين المستهلك والمصدر أو المورد تعمل يكون عندك تنوع تكون محمي إذا كان نتكلم عن الجزائر مثلا الجزائر كان عندنا ارتباط شديد جدا بريع اللي هو المحروقات اللي بدينا اليوم شيئا فشيئا خطوات الأولى حرر من هذا الوضع ولكن بالنسبة للمتعاملين الجزائر عندها تنوع الأزمة تاروسيا أوكرانيا ما خلقتناش أزمة كبيرة داخلية من الاستلاك والتصدير حتى حافظت على العلاقة التاحة مع طرفي النزاع ومن يقف وراء طرفي النزاع إذن هذا التنوع يحميك يحمي الدولة يحميها من السقوط في أي أزمة جيوسيا طبيعية اقتصادية مالية يعطيك تنوع جيد يعني هذا هو جيد الآن كيف يتحقق هذا التنوع الاقتصادي عمليا ما هي الأسباب التي ينبغي توفيره حتى يتحقق هذا التنوع الاقتصادي والله يشوف بالنسبة للمتعاملين الأجانب لازم تكون علاقات علاقات استراتيجية علاقات ديبلوماسية لأنه ما تريد أن تكون عندك علاقة صحيح ربما العلاقة تخلقها الحاجة حاجة الآخر للمادة تاك صحيح بعض الأحيان العكس حاجتك لهذاك المورد لتخلق هذه العلاقة الاقتصادية ولكن العنصر الأساسي هو أنك تكون عندك علاقات نحن نشهاده اليوم منذ 2020 إلى اليوم العلاقات تبادل اقتصادي الزيارات خلق الشراكات خلق المشاريع نفتاح على الآخر من حيات الاستثمار حتى استغلال الأزمة الجيوسياسية لخلق الطالب كبير جدا في بعض المندوجات اللي الجزائر تفرع لها وضعت الجزائر في مكانة مرموقة بالنسبة لبعض الدول وخاصة في هذه الحكمة لأنه في بعض الأحيان تختار قرار أو اتجاه لكن تخسر متعامل الجزائر ما خسرت حتى واحد في ظل الصراع اللي كان ما بين الأطراف هذه كسبت كل الأطراف بطريقة ذكية بطريقة استراتيجية بطريقة ديبلوماسية من ناحية أخرى في الداخل لازم تنوع وهذا ما رأي حدث الآن يجب أن يكون عندك مثلا أربع خمسة موارد للدخل تاعت بسيفة تقريبا متوازنة يعني وقع مشكل في قطع معين كما قلت سياحة نتوقف نتوقف دكتور عند هذه الجزائية الهمة جدا لأن الوقت الآن يشير إلى دخول وقت سرات العصر بتوقيت العاصمة الجزائر وضوحيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب أعود إليك ضيفي الدكتور أبو بكر السلامي المحلل الاقتصادي وكنا قد توقفنا عند الجزئية المتعلقة بالأسباب التي يجب أن تتوفر حتى يتحقق ما يعرف بالتنوع الاقتصادي نعم نعود للموضوع التنوع التنوع ما يجب أن نفعل أنه تحاول في كل ميادين يكون عندك خيارات يكون عندك تعدد الخيارات لأنه يكون يقول خيارات في كل ميادين حتى يعني هذه تتعود على المستوى الشخصي لما تكون عندك علاقات مع عدة أشخاص لما تكون عندك ارتباط مع شخص واحد لما يكون عندك تعدد في المعارف مثلا تكون تخدم فيه عمل ما كتبش ربيه خرجت ما عندك شخير آخر إما تعمل في الميدان هذا قبل تعدد المعارف تعدد الإمكانية تعدد المتعاملين هذا أمر هام جدا وخاصة نتكلم ربما على العنصر الأساسي في التنوع هذا هو تنوع الاقتصاد الداخلي فأنت عندك تنوع الاقتصاد في المداخيل مداخيل المالية من ناحية الجباية لما تكون للمداخيل الجباية لأن الصناعة فيها مداخيل جباية الزراعة فيها مداخيل جباية وكان في الجزائر معدومة السياحة فيها مداخيل جباية وفي الجزائر تقريبا معدومة نحن عندنا مداخيل المحلوقات الصناعة خدمتنا عنها إذن الهدف هو أنه يصبح عندنا على الأقل أربع أو خمسة قطاعات لمعروفة السياحة بالنسبة لنا نحن هاربين على دول كثيرة في حيث أنه بعض دول مداخيل السياحية تضطع على كل مداخيل نحن لازلنا مساهمة قطاع السياحة في نتج داخل العام لا يتعدى واحد بالمئة لا يتعدى واحد بالمئة في حين أنه عندنا مداخل تمكنوا بأنه ربما يكون من بين الأوائل اللي هما الفلاحة والزراعة هذه ما نتكلمش عليها نتكلم على السياحة المحروقات على الأقل هذا ثلاث عناصر زدتها الصناعة لليوم الحمد لله رانب تقدمينه وما زال نزدون تقدمه فيها خدمات فيها إذن هذا التنوع يخليك في منأة عن المشاكل في منأة عن الأزمات الاقتصادية الكبرى حتى أنك تقدر يعني كاين الكثير يقول لك ما داخلت على المحروقات من المفروض أنها تكون للأجيال القادمة لأنه ريع الريع لأنه حتى غدوة الأجيال ممكن حدثت أزمات والله كاين ريع اللي ما يعتمدش على المجهود الفرد والمجهود اللي هو ريع تبذل المجهود باش تخرجه هذه كاين الكثير من دول اللي مرتبطة بالريع هذا التنوع وش دير لازم تنوع حنا عدى قانون الاستثمار اليوم مفتوح لكل ميادين يعني وهو قانون يعني كامل ووافي ممكن نحسنه في المستقبل ولكن قانون اللي راح يفتح منه على سنوات مجال التنوع هذا في كل المجالات إذن نظن بأنه العمل على التنوع من حيث الداخل من طريق الاستثمار وفتح القوانين وفرص العمل وفرص الاستثمار تنوع عن طريق الشراكات والعلاقات هام جدا كل الأطراف بطبيعة الحال أطراف كاين أطراف عندهم عندهم علاقات استراتيجية كبيرة جدا نتكلم على إيطاليا بالنسبة للجزاء نتكلم على تركيا روسيا نتكلم على التحاد الأوروبي اللي هو الزبو الأول بالنسبة لنا يعني كاين بعض الدول اللي تمثل العناصر الأساسية بعض كاين علاقات مع الدول الإفريقية مع الدول العربية هذا التنوع هام جدا يعني رايح يخلي تتصور إنسان معزول في ركن مربوط يعني لو تقطع عليه مصدر العلاقة أو الدخل رايح توقف توقف في أزمة التصادية ولذلك كانت هناك جهود في الحقيقة بذيلت في الحقيقة من أجل تعزيز قدرتنا الاستثمارية وتحيين منظومة التشريعية والقانونية المسجرة للاستثماري في البلاد كانت تهدف بالتأكيد إلى خلق هذا التنوع الاقتصادي بالنهاية ولذلك مشروع قانون أو قانون الاستثمار الجديد في الجزاء الكثير من المراقبين قلون أنه قادر على تحقيق كل هذه المرامي دكتور والله قادر يعني إحنا طلعنا على القانون شفناه نعرفه حللناه الجميع اعطى رأيه فيه تبقى ربما ومن داخل الوطن ومن خارج الوطن أيضا أكيد يبقى المناخ لما نقول المناخ تعني منظومة استثمارية قانونية ما شاء الله يبقى بعض العناصر نتكلم ربما أعلم بعضها السوق الموازية التي تعتبر معرق إلى الاستثمار لأنه لا تستطيع يأتي مستثمر جزائري أو جنبي ونرى الظروف السوق الموازية تقريبا 5% من الاقتصاد السوق الموازية بالنسبة للمرأة صعبة السوق الموازية اللي ماشي أيضا ولكن حتى في هذه الجزئية هناك اشتغال واتقرب إعداد قانون النقد والقرض الجديد أنا جاهل لهذه النقطة يعني إحنا نعمل على قانون الاستثمار ونوفر المناخ نتكلم على التحولات الاجتماعية التي ربما فيها تسرب للجباية ونعجب الدولة اليوم راح كين ميكانيزم راح يمشي باش نديروا البطاقية الوطنية ونمشي من تحول التشميع المعممة إلى المصورة المحدد إذن المناخ هذا لما توفر المناخ وتسترجع الثقة ثقة على المستثمر المقيم الجزائري أو ثقة مستثمر من دول أخرى وبدأت نظن أنها تشتاحة من خلال الزيارات من خلال الأرقام التي استرحت بها وزاة صناعة بأنه كين ملفات عدد كبير من الطلب على الاستثمار في عدة مجالات هذا أهم جدا التسهيلات الإدارية للبيروقراطية التي تتكلم لها سيد رئيس الجمهورية فيه ثقة لأنه لا يشفيه مقاومة سحيح هذا يتكلم عن اليارس الجمهورية إذن هذا المحيط والمناخ إذا توفر ستكسب الثقة ثقة المستثمر المقيم والأجنبي وستنطلق الاستثمارات تنطلق التشغيل المداخل الجبائية المداخل العملي لأنه كل استثمار سيخلق لك سلعة أو خدمة تصدرها لأنه لا ننسى المداخل بالعمل الصعب ومداخل الجبائية لأنه أي اقتصاد عنده المداخل بالعمل الصعب لتكون عندك أولا تعطيك قيمة للدينار وتعطيك أيضا إمكانية أنك تفتح السوق لأنه اليوم عليها السوق مغلوقة لأنه نعرف الوالدات نحكم فيها ونقعد عندي 60 مليار لازم نمشي 60 مليار تاعي نمشينا كلها كما صلت مع المتين مليار مع أنتها لما تكون عندك مداخل بالعمل الصعب تخليك في أرياحية أرياحية المعاملة ونفتح سوق الصرف عندي باش نموال سوق الصرف عندي المجالات الناس يحبوا يستوردوا يستوردوا ولكن في الظرف الحالي لأننا في عمق الزجاجة خارجين من الأزمة يعني هذا على شغل التنوع يخرجك من هذا يعطيك موارد العملة الصعبة موارد جبائية تكون في أرياحية وبعد تغلقت عليك مصدر من مصادر الدخل إما بالعملة الصعبة إما من الجباية على الأقل كان مصادر أخرى أربعة أو ثلاث مصادر التي تخليك حتى تحطيحها مش كبيرة اقتصاد ريعي تحطيحها وعلى ووقعتنا أزمات من قبل وليس جزائر فقط عدة دول ما يكون اقتصاد ريعي مرتبط بمصدر واحد أزمة مشكلة ولذلك الجهود الوطنية الكبرى الآن كلها منسبة من أجل خلق تلك الدينماكية في كل القطاعات وهناك إنجازات تتحقق على أرض الواقع والشيئات التي تؤكد نجاعة الجهود التي تبذل في ذلك نحن نتحدث على 35 مليار دولار في قطاع الفلاحة بعدما كنا سابقا لا نتجاوز 25 مليار دولار مساهمة في النتج الداخل نعم أكيد لما تقارنها بالمداخل المحلوقات مش بعدها نعم يعني المحلوقات حلنا ندخلها في السنة من عمرة صعبة حلنا ندخلها مع ارتفاع الأسعار على كل حالة ولكن من قبل كانت في هذا المستوى نتج داخل مستوى تحادك هو إذن الفلاحة نتكلم عن الفلاحة الفلاحة اليوم حققت تقريبا الاكتفاء الذاتي تقريبا كل مواد تقريبا كل مواد مستفناء الحبوب بالرغة الحبوب أيضا لأيضا 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 حتى الحبوب ماشي كين مشروع وكين ورشة مفتوحة لأنه رئيس الجمهورية قال مننا على أجل معين ماذا بينا نلحق إلى نرتفع في الاكتفاء الذاتي إلى أن نصل نسبة مئة بالمئة عدنا الإمكانية لقد قلت لك أنا كين المادة الخام كين المادة الخام كين كل الإمكانية كين الأراضي الخصبة كين إمكانية السقي كين من جانب الآخر نقص شوية في الاستهلاك لا تنساش بالليل الاستهلاك تعني كبير جدا ضبط الاستهلاك لازم يكون عمل في هذا الجانب وش هو العمل لما تكون تلك الخبزة مدعمة قيمة الإنتاج تحتها 30 دينار وتتبيع حب 15 دينار لأنها مدعمة من طرف الدولة هذه راح تتمشي مع السياسة تحويل اللات الاجتماعي اللي رانا مشين باش نغيره فيها إذن ترفع من الإنتاج وتنقص من الاستهلاك يولي الجزائر يستهلك وش يحتاج يعني هذا مادة ضرورية هنا راح نتحكم في المادة هذه بالإضافة إلى مواد أخرى حتى وإن كان فيه بعض الأحيان ارتفاع في السوق إما لسبب مضاربة نتكلم على الباصل مثلا كمادة إما بسبب مضاربة أما سبب اقتصادي وهذا عادي جدا في كل الدول تجد مادة ترتفع في موسم المواد يعني ماهوش مادة أساسية جدا اللي لازم تدخل بدولة ولكن كين مضاربة يعني كين عناصر اللي تقول بأنه أو مؤشرات تقول بأنه المادة هذه مش ممكن تصل إلا إلى هذا السعر يعني فيه أمر ما مع عامل الوفرة الكبير نعم ولكن بصفة عامة نقول بأنه تقريبا كل المواد نتكلم على المواد الأساسية باقي الحالي حالي بني ما زال كين دائما مجهود في هذا إذن اليوم القطاع الفلاحي في الجزائر نقول بأنه بقى بقى تلاريجولاسيون وهي الضبط بعض الأحيان المواد تهبط حتى العشرة دينار وهي قيمة الإنتج تاحا عشرين دينار ثلاثين دينار هذا يضر بالمنتج هنا تدخل الدولة عن طريق الضبط الضبط له هو التخزين تحويل النقل غدوة كين نقص في الأسواق نخرج من مخزون باش على الأقل الأسعار ما ترتفعش كثير صحيح كين انخفاص شديد في الأسعار ندخلها للتخزين إذن السياسة تكون ما بين المؤسسات العمومية والدولة والخواص اللي يستثمر في هذا الميدان عن طريق التخزين إمكانية التخزين على مستوى الوطني إمكانية التحويل لأنه بعض الأحيان يكون عندك فائض من المواد تحولها إمكانية التصدير لأننا نمشي فيها ايضا باش نفتح الأسواق العالمية المنتوج الجزائري إمكانيات النقل كين بعض الأحيان مادة موجودة في ودسوف نقص في ولاية شمالية ما عنديش إمكانية النقل باش نطلحها كين يرمون مواتحهم إذن هذا العناصر الخمسة لما نتكلم على الإنتاج تخزين النقل تحويل والتصدير هذا هما وسائل أو ميكانزمات الضبط بسبب الدولة أنا نظن بأنه تنسيق ما بين وزارة تجارة ووزارة فلاحة في المواد الفلاحي هذه ضروري جدا باش نتحكم وفي بعض الأحيان تطلب باش نستورد نستورد ما فيش عايب اللحم ستوردناه عادي جدا ما في عادي جدا وهذه ما وش خاص بالجزائر خاص بكل الدول نسوق خاصة في الضبط نوصلناش درجة كبيرة من نقص مواد كبيرة كثيرة جدا أو فائض كبير كبير يعني دائما كائن ولكن نظر بأنه يجب أن نحسن عملية الضبط وأحيانا حتى هناك اختلالات في التوزيع فقط وإنما الإشكال لا يضرح في قضية الوفرة ولا في القدرات الانتاجية للبلاد ربما من معالم التنوى الاقتصادي أيضا أستاذ هو البحث عن أسواق جديدة وهذا الذي تشتغل عليه البلاد من خلال مثلا اشتغال على التمكين لنفسها في الأسواق الإفريقية وقد لحظنا الجهود التي بوذلت في هذا الاتجاه نتحدث عن الآوام الرئاسية المتعلقة بفتح خطوط بحرية تجارية باتجاه نواقشة وأيضا عسم السنغالية داكار لتحدث عن المعارض التي تشارك فيها الجزائر خارجة البلاد لأول مرة في تاريخ البلد هناك معرض للمنتجات الجزائرية خارج أراضينا نتحدث عن معرض المنتجات الوطنية في موريطانيا نعم أكيد هذه المشكلة فيها أيضا بقوة نظن توجهة رئيس الجمهورية واضحة جدا مع دول المحيط سواء على الحدود البرية أو لنقل جوي وبحري هذا أهم جدا نظن توجه هذا واضح بالنسبة لي إفريقيا لأنه لأشي إفريقيا عندها نقص في الكثير من المواد لإنجازها تقدرها توفرها توفرها بنوعية لبس بها بأسعار مهما كارح تكون بالعرض الصعبة مفيدة لمداخل تعنا وتنوع صدرات تعنا رح تخلق علاقات ما بين دول الجوار علش هدي تدخل في التنوع أيضا ما يكون عندك زبائن في الجنوب وعندك زبائن في الشمال نتكلم عن الدول العربية اللي فيها السواق يعني اللي تقدر تحتوي من توجهات كبيرة جزائرية يبقى عمل في هذا الميدان المصدر ما يقدرش يكون منتج ومصدر لأنه يجب تحديد المهام تقسيم الأدوار طبعا المصدر هو المصدر ما يقدرش ينتج ويصدر مهمة صعبة وهذه اللي ما قدرناش ربما نقوم بها في السابق اليوم بدولة واقفة حتى بعدة امتيازات مع المصدرين وعلى المنتجين بحيث أنه المنتج الجزائر يجب أن يجد مكانه في الأسواق الخارجية خاصة الأسواق السهلة البسيطة القريبة منها اللي هي أسواق الإفريقية صحيح بعدها كان الأسواق العربية أيضا فيها طلب كبير جدا للمنتج الجزائرية خاصة المواد الفلاحية لأنها نعتبر لدول العربية أغلبها ما فيهاش جو تأنتج فلاحي وإن كان فيه مجهودات بعض الدول لكن فيه طلب كبير عن المنتج الجزائري تكلم عن السياحة السياحة ره منتج اللي هو خدمة صحيح يجب أن يقوم هذا القطاع بالعمل بحيث أنه نصدر هذه الخدمة نصدرها عن طريق جلب السواحي ونعرف لازم نعرف نمكانيات كما قلت أنت وأحيانا حتى إنعاش سياحة داخلية ونطح يشوف مثلا العمليفات الكثير يقول لك دخلوا حوالي 20 مليون سائح في بعض الولايات ولكن هل لدينا المعلومات ما هو المدخول بين العملة الصعبة والمدخول من الجيبية لهذا هذا الأهم إذا هذا يدخل في الضبط يدخل في التحكم في التخطيط في الوضوح والنجاعة أيضا والاشتغال على النجاعة أكيد وحتى في قضية النجاعة أستاذ هذه جزئية همى جدا أنا أذكر أنه كنا بالتأكيد تابعنا توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه متعلق مثلا في قضية استحداث مناطق صناعية جديدة رئيس الجمهورية كان قد أكد أن البلد يبحث عن نجاعة والاستغلال هذه المناطق الصناعية وليس في عدد المناطق الصناعية وهذا يؤكد توجه الدولة واشتغالها على التمكين لما يعرف بالنجاعة تقديم الأولوية للنجاعة نعم نقدر نخلق في كل ولاية منطقة صناعية نعم كالأراضي العمومية تعلق القطع العمومي أملك الدولة ونخلق نخلق أراضي مناطق صناعية وحدث هذا من قبل ودوهم ناس بعض الأحيان بدين الرمزي بعض الأحيان بدون مقابل ومعضلوا بهم المضاربة وتباعوا بمبالغ خيالية إذن كثير منهم استغلوها إذن هذا ما كيف نجعل ثانيا كالمناطق صناعية وين كين حركية اقتصادية كين مناطق صناعية وين كين طلب كين مناطق صناعية وين كين سهولة التسويق كين مناطق صناعية وين لازم تخصص مولاي فلانيا مختصة في مثلا نتكلم على واجسوح مثلا منطقة لصناعة الغذائية الصناعة يعني الغذائية أو الصناعة الغذائية صناعية الغذائية لأنه لماذا كين مواد غذائية كثيرة جدا خاصة الفلاحية تكون منطقة صناعية للتحويل. عليش كنت تكلمت لك من بين الحلقات التحويل. بعد الآن يكون عندك فائض في الانتاج. فائض في المنتج الأولي ما تستطيع تبيعه. وبعد الآن حتى التخزين خلاص يستطيع يريد. صحيح. ما يقول ما تشبع. لازم يكون التحويل. صحيح. ومع التصدير. إذن هذا الضبط وهذا خاصة مع هذا التوجه نحو تعزيز القدرات الانتاجية خاصة في المجال الزراعات الغذائية أستاذ. الزراعات الغذائية أكيد. كمادة مستهلكة كين التحويل تاحة. والتحويل كين بعض المواد المطلوبة على المستوى العالمي. في الأسواق العالمية التحويل. لدينا مادة حتى بالنوعية تاحة مطلوبة. إذن نستغل هذا الضرب. نستغل هذه الميزة. لكي يكون عندي تحويل. لأنه لأيض الأحيان التحويل يكون فيه نجاعة. والمنطقة الصناعية التي يكون فيها تحويل. صناعات يعني من مصانع تحويل. تكون في مناطق وين كين المادة هذه تحويلها. وإن كين النقل. وإن كين ليد العاملة. إذن نجاعة هذه هام جدا. ممكن تخلق منطقة صناعية وتولي الثقل على السلطات. فيها نفاقات. وما كن استغلال. كين بعض المناطق الصناعية. والله يتلقى فيها ربما. واحد أو اثنين. عشرين قطعة. فيها ثنين ولا ثلاثة لنشطر. صحيح. لا. نجاعة أن تكون. تستغل. واستغلال الإمكانيات في المكان تاحة. ما تقول لي وليا يا فلانيا ما فيها منطقة صناعية. وإذا ما كاش فيها صناعية. وما كاش طالب. وما كاش موات أولية. نخلق منطقة صناعية. منطقة صناعية برك باش نقول. خلقت منطقة صناعية. لا. إذن نجاعة. هام جدا. هام جدا. أكيد. جيد. وهذا يعيدنا للحديث عن قضية الأرقام التي سجلتها. وقضية الإقبال على شواطئ الجمهورية في موسمها الاستياف. هذا يقود للحديث حول ضرورة التثمين الاقتصادي لكل هذا الكم الهائل للمقبلين وقاسدي هذه الولايات بغرض السياحة. والله. نحن نعرف. أنا نظن ما كاش فيها. والله. المعذر الأستاذ هو وجه آخر من أوجه خلق التنوع الاقتصاد. أكيد. أكيد. كان الولايات. ربما تمشي تشوف طلب. على الاستثمار فيها طلب كبير جدا. صحي. كان تعقيدات إدارية. وكانت ربما مشاكل في القوانين. اليوم القوانين واضحة. ما لازمش نبقى في هذه البيروقراطية والغلق. جيك مستثمر كاين شروط كاين قوانين كاين العقار منطقات تصلح للسياحة اللي أنها يعني مصنفة في منطقة سياحية وعليش ما نفتحش الباب. وعندك شنو كاين مجهود أيضا. مجهود تعد دولة اللي خلق ثاني المناق في بعض الحين تخلق مركب. ولكن موحيط يخلي ربما زابون ميجيش. لا كاين موحيط وكاين استثمار سياحي مشين الدول اللي فيها سياحة. المجهودات ما تطلبش خاصة الخواص لأنه ما رحش يكون مجهود كبير ونفقة كبيرة على الخزين العمومية. صحيح. خزين العمومية تعطي لك عقار. تهيئة إدارية. في إطار قانوني توفر لك تسهيلات الإدارية. توفر موحيط مع سلطات المحلية للنقل والحماية والإضاءة والطريق وكذا. هذا أمور اللي توفرهم سلطات العمومية. يبقى الاستثمار أن نظن بأنه كاين بعض الولايات نجحوا. صحيح. نذكرنا مستعان نذكر العين تموشان. نذكر البشرة القسكي. بدأت بعض الولايات تأتي الحركية. ولكن الجزائر عندها مخزون كبير جدا في خطأ سياحة. سياحة الجبالية سياحة الغبية أيضا. سياحة الغبية أيضا. في الصحراء. يعني الحمد لله. سياحة الثقافية. سياحة الدينية. سياحة. يبقى أنه تكون عندنا استراتيجية ونمشي حسب القانون والحماية تاعة المصالح تاعة الدولة تاعة. نظن بأنه ممكن القطاع يقدر يقدم كثيرا. جيد. الآن هذا بالنسبة للجهود التي تبذلها الدولة. سواء من حيث الإمكانيات التي تتوفرها. ومن حيث الدعم. وحتى من حيث التغطية القانونية من خلاله. كما أشرنا قبل قليل في قضية تحيين منظومة القانونية والتشريعية. وأعتقد هذه الأياب حتى قانون النقدة والقرض سيعرض أمام أعضاء مجلس الأمم بعدما تم المسادقة عليه من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني. الآن المستثمرين دكتور أبو بكر سلامي كيف لهم أيضا وإلى أي حد من المهم جدا أن يستغلوا كل هذه الظروف حتى يحققوا تلك الإضافة المرجوب والمتعلقة بتحقيق تنوع الاقتصادي في البليات شوف الجزائري أو أي إنسان عادة يعني هذه خلقها فينا ربي نحب الربح البسيط والخسارة ما تكونش كبيرة لو تشوف الجزائر على ما تكلمتك أنا على الظروف والمحيط كالناس عندهم أموال عندهم أموال لازم نوفر لهم من جهة من منظومة القانونية والمناخ للاستثمار من ناحية أحد أخرى لازم الضغط بحيث نغلق عليهم باب السوق الموازية والعمل في الضبابية لأنه حد الآن ما زال دولة تخذت إجراءات تحفيزية قصرية اللي لازم تحتب على طبيعة الحال لازم نغلق بعض الأبواب يعني التجارة الغير مسموح به التجارة بدون تسجيل في مصالح التجارة والضرائب كين كثير من الأمور لازم نغلقها بالإضافة لتحفيزات إذا كانت لتحفيزات وخليت الناس اللي عندهم أموال يقدروا ويقدموا كثير لإقتصاد الوطني خليتهم المجال مفتوح أنهم ما يجوش للمجال الوضوح والنور خليتهم الباب بتاع الظلام مفتوح لا نغلق عليهم عطية تطبيق القانون ونعطي لهم كل الامتيازات بشخ الموشفة فيها في إطار الاقتصاد الوطني كين قانون يحمي المستثمر يوفر له كل الفرص ننظن من بين أهم جزائر تعتبر من أهم الدول التي تعطي امتيازات كبيرة في الاستثمار يبقى المستثمر الخارجي أيضا نعطي له النظرة صورة على الجزائر صورة جميلة لأنه لماذا المستثمر الخارجي أجنبي يدير دراسة قبل ميجي معلومة موجودة ليمشفة فيها أي معلومة يعرفها يعرف ما هي ظروف العمل في الجزائر نحتاج أستاذ أيضا إلى الترويج والتسويق لقانون الاستثمار الجديد أكيد الترويج الترويج لقانون الاستثمار والترويج للمناخ صحيح لأنه تقولوا بلي عندي قانون الاستثمار هاوليك 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 يقول لك صحيح عندي معلومة دراسة هاول مناخ الموحدة بقانون الاستثمار أنا نعب بلي عندك سوق موازيفة خمسين في المئة غير مصرح بي وغير معروفة كيف نتعامل معه فيه منافسة غير شريفة أنا نعرف بأنه العملة الصعبات تباع في سكوار كيف نتعامل يقول لك أنا نعرف بأنه إذن هذا هو المناخ اللي لازم نوفره من ناحية القوانين الممتازة زيد المناخ يكون ممتاز الاستثمار يعني الثيقة تجي بسرعة ويعني ما عندهاش خيار الثيقة اللي لازم تكون بالإضافة إلى استقرار لنظم القانوني اللي تكلمين للرئيس الجمهورية قال بي أنه يجيب استقرار على الأقل أشهر سنوات إنتهي نجيل عندك للجزائر نستثمر ندير شركة في إطار أنه مثلا القطاع الفولاني عنده متياز في الضريبة على الدخل الإجمالي وضريبة على أرباح الشركات وعندنا لاتيبيا تسعة في المئة رسمنا القيمة المضام وعندي الضريبة على أرباح الشركات تسعتاش في المئة ندخل للجزائر ست شهر يدخل لي قانون المالية تكملي أيها اللي بيس طلعوا تلاثين في المئة تبيعا ودرجع هذا القطاع نحن استقرار لذلك أهم ما يميز الآن منظومة القانونية هو الاستقرار كين جي الجزائر نستثمر والله جزائر يستثمر هذه رهي ملايير بعض الأحيان أكثر ولكن جي نستثمر في قطاع بحيث أنه تعطيتني هذا الامتياز جيت الحافز والامتياز جيت في إيطار هذا الحافز على ست شهر تلغيه نغلق نبيع كيش ندير نمشي بدون امتيازات إذن هذا الاستقرار تكلم عليه السيد الرئيس الجمهورية قال على الأقل عشر سنوات ولكن الآن الحمد لله لا يتم تجاوز هكذا ممارسات ماشين له ماشين أكيد أنا أقول لك هذه توجيات سيد الرئيس الجمهورية قال لازم يكون استقرار قوانين الضريبة المعاملات البنكية كل ما يمس الاستثمار من قوانين وآثار ما نغيروش بسرعة ما عليش تستثمرت عشر سنوات ومن بعد غيرت نتدخلت فوائد كمستثمر الدولة الجزائرية استفادت اليوم كين ضرورة كين سبب راح يتغير قانون ستغير للقانون في كل ست شهر قانون مالية تكملي ومن بعد يجي قانون مالية وماشين ما كاش تقرار من جيش هذا هي المناخ جيد أستاذ ربما كتصور كيف تتصور مستقبل البلد خاصة في سبيل تحقيق ما يعرف بالتنوع الاقتصادي في ظل كل هذا الدعم وكل هذه التحفيزات التي ذكرت وفي ظل هذه المنظومة القانونية المشجعة والمحفزة أيضا على تحقيق كل هذه المقاس والله ننظن دولة وسيدة رئيس الجمهورية وضعوا وضعوا الأسس لأنه لازم نتكلم كيف يشكرنا كان ترابط وتدخل شديد ما بين المال والسياسة والأعمال والسياسة هذه نظن خرجنا من الإطار حتى الآن الحمد لله ما كاش ارتباط ما كاش تدخل كل واحد في المكان كان فساد كبير وغلقنا باب الفساد وما زلنا نحرب في الفساد لأنه كانت الناس تهرب من الفساد اللي يأتي يخدم في الجزائر أغلبية ما نقولش كلها كين بزاف لتورطه في الفساد لأنه قال مصلحة تاقي أنت موش مستثمر حقيقي هذا ما تقدرش ما يقدرش يرفع الاقتصاد الوضعي لما تقضي الفساد تتخلق لأبوا بتاعه وتفصل المال على السياسة وتكون فيه إرادة ونشوفه في كل مجالات قواني في كل القطاعات نشوف الصادرات ترتفع من سنة إلى سنة لمدة سنوات ونختم بهذه المعطيات والمؤشرات الإيجابية والتوقعات المطمئنة لاقتصاد البلد والحمد لله الأستاذ أبو بكر السلام المحلل والخبر الاقتصادي شكرا جزيلا لك على كل هذا التحليل وهذه الإفادة وأيضا هذا التوسح في توظيف الأرقام في التحليل شكرا جزيلا لك أستاذ اللقاء بك يتجدد في قابل الفرص بحول الله شكرا جزيلا مشاهدين الكرام إلى هذا الحد ينتهي لقائبكم اللقاء يتجدد غدا بحول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة